الزمالك في مواجهة النصر السعودي في البطولة العربية أملاً في تشريف الكرة المصرية ونظراً لتاريخ عظيم لنادي الزمالك ننتظر الزمالك في مواجهة النصر صحيح النصر على المستوى الفردي وعلى مستوى الإمكانيات في الوقت الحاضر أكبر من نادي الزمالك ولكن يبقى نادي الزمالك كبير كبير بتاريخه العظيم كبير باسمه العظيم كبير بجماهريته العظيمة كل الشيء ماشي مع نادي الزمالك في هذه المواجهة إلا الفرقات الفردية لإن شاء الله بكرة بإذن الله في هذه المواجهة لعبة نادي الزمالك يلعبوا أضعاف أضعاف من أضعاف مستواهم ويقدموا مباراة كبيرة واصقين في نادي الزمالك واصقين في لعبة نادي الزمالك وإن شاء الله أسوريو ما يعملش واحدة من بتوعه ويلعب بتشكيلة مفهومة يقدر بيها إن شاء الله يشيل كل خطورة النصر الهجومية ويستغل ضعفه الدفاعي إن شاء الله خير الزمالك اسم كبير الزمالك اسم عظيم ده اللي لازم تعرفوا لعبة الزمالك بكرة وتفكر فيه فما تقلقش أبدا من الأسماء الكبيرة في النصر عشان هم كمان أسماء كبيرة يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 هقولك من الآخر أنا متفائل للزمالك بكرة هتقول لي يا عم أقول كلام منطقة هتقول لي أقول كلام يتفهم يتعرف هقولك أنا حاسس إن الزمالك مع الضغط الكبير مع عدم الثقة من بعض الناس في الفريق يقدر بكرة يعمل حاجة قدام النصر آه النصر كريستيان ورنالدو بروزوفيتشيو وففانة وتاليسكا وممكن ساديو مانيه كمان بس الزمالك أو لعبة نادي الزمالك بتخش المباريات باسمهم باسم ناديهم بتاريخ ناديهم بالخوف من اسم ناديهم بالنسبة للمنفسين فان شاء الله بإذن الله تبقى الأمور جيدة بإذن الله بس أسوريو ما يجودش زيادة الأوفر كوتشنج اللي ساعات بنتكلم فيها على بيب جورديولا هناك ما يعملهاش بكرة خلي الأمور منطقية وخلي الأمور فيها حرصة فيها جيد بس برضو فيها تحولات هجومية زكية يعني أسوريو مضرب كبير مفيش خلاف بس بكرة تحديدا مش محتاجة تجويدة زيادة إن شاء الله الأمور تمشي على خيط تعالى أقولك تشكيل الزمالك المتوقع لهذه المواجهة هيبقى في حراسة المرمى محمد صبحي وفي خط الدفاع حمزة المسلوسي ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المييد وحاتم سكر وفي وسط الملعب نبيل عماد دونجا وعمري السيسي مع أحمد فتوح وإن كنت يعني أحب إن أحمد فتوح يلعب على الشمال وفي النص يبقى فيه لعب آخر بس ده التشكيل العرب زيزو سيف الجزيري وشكبالة وبرضو أنا مش من الناس اللي تحبز إن الشكبالة أو ده التشكيل المتوقع بالنسبة اللي جاينا من هناك بس أنا نفسي الشكبالة ما يبدأش المباراة دي يبقى ليه دور مهم في الشوط التاني ما يبقاش في الشوط الأول تماما النهاردة هحاول أجري شوية ومش أخش في تفاصيل كتيرة عشان النهاردة فيه ضيوف مهمين وأيضا فيه كلام وأخبار حقيقي انفراضات حقيقي انفراضات هقول لكم شوية أخبار كده في الأول في الهادي يعني وبقى نخش في الانفراضات السقيلة بتاعتنا النهاردة وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهاية استاد القارة استقبل النهاردة وفد مكون من الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الأفريكي للكرة القدم كاف مع الاتحاد المصري والشركة المنظمة لبطولة دوري السوبر الأفريكي عشان يشوفوا الاستاد كانوا موجودين عشان يشوفوا الملعب عشان يعينوا الملعب البطولة زي ما حراركم عارفين هتقام في 20 أكتوبر القادم حتى 11 نوفمبر وبعد شوية بعد اللحظات يعني هقول لك لأول مرة لأول مرة تفاصيل بطولة دوري السوبر الأفريكي من الألف للياء يعني ايه يعني هقول لك تصنيف الفرق في البطولة هتتلاعب ازاي نظام البطولة ايه مين اللي هلعب مباراة الزيابة على أرضه ومين هلعب مباراة العودة على أرضه هقول لك تفاصيل المالية والمكافئات او اللي هيكسب هياخد كام يعني كل حاجة هتعرفها عن هذه البطولة هقولها لك بعض اللحظات هو المهم بس لأولولك دلوقتي ان الوفد اللي جيه النهاردة الوفد اللي جيه النهاردة قال انه ملعب وأرضية استاد القهرة هي أفضل أرضية شفناها في التمن ملاعب التمن فرق اللي هتشارك في دور السوبة الأفريكي قالوا انه أرضية استاد القهرة هي أفضل أرضية في كل الملاعب فحاجة حلوة حاجة نبسط منها وحاجة نفخر بها طيب نكمل أخبارنا وبعد شوية هجيلك على دور السوبة الأفريكي تاني اتحاد القهرة بدأ اتصالاته بالفعل مع نادي ليفربول بدأ على طول يعني خلص أنجز عشان يضمن الحصول على محمد صلاح في الأولمبيات يعني ميكالي مش قادر يستنى ميكالي قال الاتحاد القهرة لو سمحت وخط بوليفربول قلوله هتنفع تسيب لنا محمد صلاح في الأولمبيات ولا لا ليه ميكالي قال لهم عشان أبني خططي ومستقبل منتخب على ضوء محمد صلاح يعني محمد صلاح مش معنا فأنا لما أعوز أختار اللاعب طب أختار مكان أعمل إزاي طب لما أجيب لعيبة تخش أو تنضم لمنتخب الأولمبي أجيب أجنيحة ولا ما أجيبش ناحية اليمين عشان خلاص محمد صلاح موجود يعني فيه تفاصيل كتير الرجل عايز يشتغل عليها من دلوقتي فعايز يعرف صلاح هيبقى معاه ولا مش مع شكلة لحد الكرة مباشرة خاطب ليفربول في هذا الأمر ده فيما يخص محمد صلاح وان شاء الله بإذن الله يلعب الأولمبيات معنا خذ الخبر ده خبر ده في منتهى 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 الأهمية الموسم الجاية جماعة احنا ما شاء الله ما شاء الله عندنا ارتباطات بالقوم بالقوم لأهل هيلعب في دوري السوبر الأفريقي وعندنا كاس العام الأندية بالنسبة للأهلي أيضا في دوري أبطال أفريقيا فيه الكونفتاد الأفريقية فيه على مستوى المنتخب فيه كاس الأهم الأفريقية فيه على مستوى المنتخب الأولمبي فيه الأولمبيات عندنا بالقوم ده ده وانسيت كمان حاجات اه فيه كاس مصر كمان كاس مصر اللي هيتبقى من اللي هو السيمي فاينال من الموسم الحالي وكاس مصر الجديد فيه كاس ربطة كمان تعادلين البطولات بالكوم بالكوم طيب وإحنا منذوقات عاملين نقول إيه يا ديتا جماعا خلص الدوري بدري هل بالمنظر ده بالمنطق ده الدوري ممكن يخلص بدري أنا بقول لك هون من دلوقتي من دلوقتي مستحيل يعني إحنا عايزين نخلصه في شهر ستة شهر سبعة مستحيل بالمنظر ده مستحيل ما فيش حاجة منطقية تقول كده طيب كابتن عامل حسين رئيس لجنة المسابقات ده الخبر بقى قدم اقتراح قدم اقتراح الاقتراح ده في ايه إن الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد يتلاعب من دور واحد مش دورين من دور واحد ورابطة الأندية هتبدأ تستطلع أراء الأندية في هذا المقترح المقترح اللي ممكن ينقذ الموسم اللي جاي ده من اتجاه بس خد بالك لو احنا عملنا المقترح ده اللي أنا عجبني من حيثه المبدأ كده إن هو هينجزنا من حيثه المبدأ عشان فيه تفاصيل أخرى لازم نروح ونتغوص فيها كتير يعني اللي هي ايه ما فيها جماعة رعاة وفيه شركات رعية وفيه تفاصيل مالية وفيه حقوق بس ما كل المباراة ما بتقل حقوق البس بتقل الاعلانات بتقل فيه تفاصيل كتيرة كتيرة قوي في الموضوع ده عالجنب كده انت ما تفهماش او ما تاخدش بالك منها ككورة انت مش فارق معاك يتلاعب دور اول ودور تاني بس الاندية تقول لك لا طبعا كده اخسر فلوس لانا كده نص مكازو ممكن تقل فانا هعمل ايه فلسه ده مقترح المقترح ده لانقاذ الموسم اللي جاي هل هيتم الموافقة عليه ولا لا الله اعلم الله اعلم بالمناسبة انا قلتلك فيه كاس الوهم الافريقية انا هعدهم لك والله هحاول هعدهم لك يعني فيه كاس الوهم الافريقية ده على المستوى المنتخبات يعني فيه تصفيات كاس عالم فيه ممكن خلقنا تصفيات كاس الوهمالافريقية تاني فيه اولمبياد فيه مباراة ودية للمنتخب الولمبي استعدادا لئولمبياد فيه دور السوبر الافريقي فيه كاس عام الانداية فيه دور الابطال الافريقية هو البراميدز وفيه الزمالك في الكونفادر دائية مع فيوتشار فيه كاس مصري فيه السوبر الافريقي فيه السوبر المصري للبطال اللي هو هيبه فيها اربع فرق فيه تفاصيل بجملة يعني انت لما تقعد تعد البطولة كده هتقول احنا هنلعب مباراية الدورة امتى اصلا هو فيه اصلا يعني هو هيدفع اصلا نلعبه دور واحد فتقعد تقول مستحيل فهو المقترح من الشكل كده من برة شكله حلو اللي هو هنلعب الدورة من دور واحد تفاصيله مش عايز اخش فيها قوي لحد ما اصحاب القرار او اصحاب الشأن يقولون ايه المشاكل اللي فيها انا قلت لك انا شاورت لك الا حتى بس قصة الرعاة والفلوس اللي هتخش للاندية دي اكيد هتقل لما يبقى دور واحد غير دورين اكيد يعني ده خبر كان انفراد ليه رقم عشر هناك انفراد اخر للرقم عشر هتسمعه لأول مرة هنا فاكرين عمر وردة نسينا احنا عمر وردة لاعب مصري موجود في اوروبا احترف في كسيم الاندية الاوروبية صحيح مش اندية صف اول ولكن بقاله فترة طويلة في الكارة الاوروبية عمر وردة بحسن معلوماتنا بحسن معلوماتنا في رقم عشرة وقع رسميا لنادي الرجاء المغربي بحسن ما قال لنا رئيس نادي الرجاء محمد بودريقة هو قال لنا ان عمر وردة وقع لموسمين مع نادي الرجاء الصفقة هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي خلال 48 ساعة بس خلاص الرجاء المغربي هذا النادي الكبير في القرى الافريقية وفي المغرب وقع رسميا لمدة موسمين مع لعبنا المصري عمر وردة ده انفراد اخر في رقم عشر اذا قلت لكم النهار ده في عدد كبير من الاخبار المهمة والانفرادات ماشي في خبار كمان اتحاد الكرة قرر اقاف الكيد على النادي المصري البورسعيدي تعرفين المصري عمال يعمل في صفقات عظيمة جد ومهمة جد فراح اتحاد الكرة والمصري بيعمل الصفقات الحلوة دي قال لك استنى انت الكب بتاعك موقوف ليه ليه موقوف اقاف الكب بتاع النادي المصري النادي المصري قال لك لحقوني لا النادي المصري ما عندهش مشكلة مع العيبين اجانب او يعني الناس لها مستحيات او عندها اجنبية لها مستحيات زي ما بيحصل مثلا في الزمالك او الاسماعيل المصري عنده قصة تانية خالص بقى المصري عنده ديون ما سددهاش لاتحاد الكرة ديون ما سددهاش لاتحاد الكرة فالتحاد الكرة قرر الديون بقى المستحقة على المصري لازم يتفع على اتحاد الكورة عشان خاطر يقايد لعيبته الجديدة كام؟ 20 مليون جنيه. ادفع 20 مليون جنيه لاتحاد الكورة تقايد لعيبتك الجديدة. بس يتفعش العشرين مليون جنيه هيبقى عندك إقاف في القيد. خبر وانفراض آخر. تعال بقى خد الانفراض لجماهير النادي الإسماعيلي. يا حزن وزع الجماهير النادي الإسماعيلي. باهر المحمدي هو كابتن النادي الإسماعيلي. هو أهم لاعب الإسماعيلي. هو لاعب دولي. هنشل لك لأول مرة الآن عقد باهر المحمدي مع النادي الإسماعيلي. وشوف كيف كان يقدر الإسماعيلي باهر المحمدي. هتل العقد هتقولي هنا أيوه أيوه بوس يا سيدي. ده العقد كان المهنة سيحة الكومي هو رئيس النادي وده الطرف التاني اللي هو باهر المحمد هذا اللي بعضه عشان عشان انا عايز اقوليك المفاجأة المفاجأة اول حاجة عقد باهر المحمدي المدة اربع مواسم واحد واربعين مليون يعني حوالي اتنين واربعين مليون جنيه عشان ما هيولكش الكسور دي كلها اتنين واربعين مليون جنيه فاربع مواسم مش دي الحكاية سيبك بقى ان العقد كبير ولا قليل بس مش دي الحكاية 42 مليون جنيه ده عقد بقى للمحمدي فاربع مواسم مع النادي الإسماعيلي والعقد المفروض ينتهي إمتى 2025-2026 يعني لسه لسه فاضل له 3 سنين خش بقى ده برضو يعني عد دي دي تعدي أنا عايز اللي بعدها آه طب استنى هي لقى هي دي بقى اللي فيها الشرط الجزائي آه مقابل عرض اللي في الأبو السبع هنا أنا بيقول لك اتفق الطرفين اللي هو الإسماعيلي وباهر المحمدي إن لو باهر المحمدي جاله عرض بـ 20 مليون جنيه يلزم الإسماعيلي بالموافقة على رحيله يعني شرط جزائي في عقد باهر المحمدي قمته 20 مليون جنيه لا تعالي يلا بينا 20 مليون جنيه في أهم لاعب عندك في كابتن الفريق في لاعب دولي انتحاطت شرط الجزائي حوالي 600 ألف دولار 20 مليون جنيه كرسة عيب طب خد بقى اللي أزد من دي المصري دلوقتي هيروح ياخد باهر المحمدي من الإسماعيلي بالشرط الجزائي ده اللي هو كام 20 مليون جنيه بس المصري مش هيدفع 20 مليون جنيه هيدفع كام هيدفع 14 مليون جنيه بس للإسماعيلي وياخد باهر المحمدي عشان أصلا باهر المحمدي لمستحقات عند النادي الإسماعيلي 6 مليون جنيه فالمصري هياخد لاعب دولي هياخد أفضل لاعب في النادي الإسماعيلي كابتن النادي الإسماعيلي بـ 14 مليون جنيه عشان تعرف كوارث إدارية بتحدث في الإسماعيلي بقالها سنوات سنوات بالمناسبة في كارثة أكبر بكتير قوي من قصة باهر المحمدي دي لو الإسماعيلي ملحقش نفسه أو شافه لها حلول معرفش أنا إيه الحلول بس لازمتش شاف لها حلول الإسماعيلي عشان يترفع عنه إيقاف القيد محتاج حوالي 70 مليون جنيه واكتر شوية عنده مستحقات عند محمد طويلة رئيس النجوم عنده مستحقات لعيبته المحترفين اللي رفعوا أضايا عنده مستحقات عند محمد شيح اللي هو نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق عنده مستحقات كتيرة قوي لازم تتسدد علشان يتم رفع إيقاف القيد عنه طيب الفترة الأولى في القيد تنتهي في 4 أغسطس القادم يعني احنا بقى لنا فاضل يومين تقالي بكرة كمان تمام لو الإسماعيلي ما دفعش 70 مليون جنيه ما دفعش 70 مليون جنيه أو أكتر شوية أي لاعب في الإسماعيلي من حقه يروح يشوف نادي يعني كل لعبة الإسماعيلي اللي مرتبطة وعقود مع النادي لو ما تأيدوش في القايمة الأولى سلاموا عليكم يا جماعة احنا ماشيين حقهم رسمي واشرعا وكل شيء تمام بالمناسبة الشامي ميشي النهاردة في لي محمد الشامي ميشي في لي ببلاش للنادي المصري حط ده بقى على جنب كل ده على جنب خالص تمام الإسماعيلي بيتكلم مع كابتن إهاب جلال اللجنة اللي موجودة للوقت دي بتكلم مع كابتن إهاب جلال ييجي مدير فني للفريق مدير فني للفريق حلو إهاب جلال واحد من أقبل أسماء المصرية على مستوى التدريب بقى النظر بقى إنها شاف إن حمزة الجبل كان يكمل بس إهاب جلال هو واحد من أفضل المدربين إهاب جلال معروضة عليه 2 مليون جنيه مؤدم تعاقد الرجل عايزيزي ضمن حقه عشان كل الناس بتخدش فلوسها 2 مليون جنيه تعاقد وشرط جزائي 3 مليون جنيه 3 مليون جنيه يعني إيه يعني اللجنة دي هتعين إهاب جلال وكذا تحصل الانتخابات كمان شهر والله شهرين فالمجلس اللي هيجي ده كمان شهر شهرين حاب يمشي إهاب جلال فهيدفع 3 مليون جنيه شرط جزائي فيبقى إهاب جلال خد 5 مليون جنيه مثلا في شهرين أكيد في حاجة غلط أكيد في تفاصيل مش مفهومة بتحصل في الإسماعيل أعتقد اللهم لازم تترتب بسرعة عشان جميل إسماعيلي حرام تعيش موسم صعب زي الموسم اللي عاشيته الموسم ده واللي قبله صعب جدا يعني يوش يقول لقبله قبله كمان بالمناسبة ده فيما يخص دي إسماعيل النهاردة أسطورة حراسة المرمى في العالم على مر التاريخ ده من وجهة نظر رقم واحد في التاريخ جوللويجي بوفون حارس مرمى نادي بارمى الحالي ويفونتس طبعا اللي عمل مع تاريخ كبير جدا والمنتخب الإيطالي اللي خد معاكس العالم 2006 راجل النهاردة أعلن رسمان اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة استمرت حوالي 25 سنة ربع كارن ربع كارن بوفون يمتعن يمتعن بوفون دلوقتي عنده 45 سنة 45 سنة وبالمناسبة كان عنده عروض للانضمام لأحدهم خلال هذا الصيف لكن الراجل قال لا أنا خلص اعتزلت منها عروض في الدوري السعودي بالمناسبة منها عروض في الدوري السعودي أسطورة بالنسبة لي أفضل حارس في التاريخ طبعا في ناس كتيري يتحدث عن حراس كبار أخرى كلهم كبار بالفعل بس بوفون مفيش زيه أبدا تعالي أقول لك بطولات بوفون على مدار مسير طولة احترافية أولا أول حاجة يعني أسوأ حاجة أن بوفون ما خدش دولة أبطال أوروبا ده حرام على الكرة حرام على الكرة أن بوفون ما يخدش دولة أبطال أوروبا خد الدور الإيطالي 10 مرات خد إيطاليا 6 مرات خد السوبة الإيطالي 7 مرات خد كس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة ده تاني كده احنا بنأيه تاني اللي بعده خد كس العالم مرة واحدة وخد الدور الفرنسي مرة واحدة وخد السوبة الفرنسي مرة واحدة اكتر حارس يحافظ على نظافة شباكو في التاريخ أكتر حارس حقق جوائز فردية في التاريخ أكبر حارس يفوز بجهازة أفضل حارس في أوروبا خمس مرات أفضل حارس في العالم تلات مرات أفضل حارس في أوروبا مرتين أفضل لاعب في الدول الإيطالي ومرة واحدة لاعب العام في إيطاليا السلام سطورة يعني سطورة من شوية أعلن النادي الأهلي أبقى باخد كرائح جاي كده عشان زي ما قلت لكم الحلقة النهاردة مليانة من شوية النادي الأهلي أعلن رحيل الجهاز الطب الفريق وجه النادي الأهلي بحسب البيان الرسمي الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم عن الفترة اللي قضاها وبزل خلالها أقصى جهده مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقرية وهو أحد أبناء النادي الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النهاردة إذا ما أحتاجه ندي بأي مرحلة وفي أي موقع لأن هذه هي سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المرحلة الفنية والإدارية والطبية التي يمر بيها الفريق وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة معلوماتي أنه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقلادات مارسي الكورير هو من طلب رحيل هذا الجهاز الطبي المحترم جدا بالمناسبة يعني وإدارة النادي الأهلي لبت لبت قرار أو رغبة مارسي الكورير وافقت على رحيل الجهاز الطبي وتم اختيار جهاز طبي جديد بعد عرض أكتر من سبيل لأجهزة طبية أربع سبيلات تحديدا يعني وتم اختيار أحدهم وهيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة أو الساعات القليلة القادمة دي النقطة طيب تعالوا نروح لأخبار الدوريات العربية وخليكم معايا عشان فيه خبر مهم وقتلكم من شوية عليه دوري السوبر الأفريقي فيه كلام مهم وتفاصيل مهم هؤلاء للحضرات بسعال الأول نروح لأخبارنا العربية النهار النهاردة اتحاد جدة انتصر على الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف والترجي يتعادل مع الصفاكسي دون أهداف في المجموعة الأولى وبالتالي تأهل عن المجموعة الأولى اتحاد جدة في الصدارة برصيد 9 نقاط والشرطة العراقي كواصيف برصيد 4 نقاط ورحلة أو يعني هيعود لتونس الترجي والصفاكسي من الدور الأول للسعودي فاز النهاردة على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد وكان فيه اعتراضات كثيرة من الوداد على طاقم تحكيم مباراة اليوم والسد القطري انتصر على أهل ترابلوس الليبي بهدف نظيف في المجموعة الثانية كده الهلال والسد هم من صعده تأهل عن المجموعة الثانية زي ما تلكم السد القطري في الصدارة برصيد 7 نقاط ثم الهلال السعودي كواصيف برصيد 4 نقاط عشان التحاد جدة يصطدم بالهلال في ربع النهاية يوم السبت والسد القطري هيواجه الشرطة العراقي ماشي يلا بينا يلا بينا على التيل أو يعني التيل جدا تفاصيل التفاصيل ولأول مرة تسمع كل هذه التفاصيل سمعت بعضها في بعض الأخبار ولكن اليوم كل التفاصيل الخاصة بالدوري دوري السوبر الأفريقل لكرة القدم 2023 اللي هيشارك فيه النادي الأهلي تعال أقول لك طبعاً انت عارفين بقى شوى اسمه الدوري السوبر ده الاسم الإعلامي بس بقى اسمه رسمياً الدوري الأفريق يلا بوش يا سيدي الموضوع زي ما انت شايف تصنيف أول هيبقى فيه الأهلي الوداد التراجي ده التصنيف الأول التصنيف الثاني ركز معها قوي انيينبا الناجيري دخل مكان هورية كونكري وبترو أتلتكو الأنجولي وسيمبا التنزاني ومازمبي الكنغولي تاني انيينبا الناجيري بترو أتلتكو الأنجولي سيمبا التنزاني التنزاني عفوا ومزنبي الكنغولي ده التصنيف التاني التاني ماشي موعد البطولة هيكون من امتى من 20 اكتوبر ل11 نوفمبر بالتزامن مع الاجندة الدولية يعني الاجندة الدولية بتاعت الفيفا فيها مباريات هتتلاعب في التوقيتات دي هنبنتكلم من 20 اكتوبر لحد 11 نوفمبر يعني هنبنتكلم في حوالي 22 يوم البطولة كلها هتتلاعب طيب القراء هتلاعب امتى القراء هتبقى في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المقبل ما تحددش مكان ايكميتها حتى الان بس هي في الاسبوع الاول من شهر 9 شهر 9 اللي جاي ده هتبقى القراء هتعمل طيب القراء هتعمل ازاي يعني هيبقى واحد من التصنيف الاول مع واحد من التصنيف التالي وببساطة شديدة واحد من التصنيف الاول مع واحد من التصنيف التالي مباراة الزهاب في دور الثمانية هتقام على ملعب صاحب التصنيف التاني مباراة الزهاب هتقام على ملعب صاحب التصنيف الثاني مباراة العودة تقام على ملعب صاحب التصنيف الاول ببساطة يعني الاهلي هيلعب مباراة دور الثمانية مباراة العودة على ملعبه مباراة الزهاب خارج ملعبه فحلو انك هتيجي تختم هنا المباراة تمام على استاذة القاهرة تحديدا اللي كان النهاردة بيتشاف وتقالوا عليه كلام حلو جدا استاذة القاهرة يعني بتشاف من الفيفا وتشاف من الكيفة تمام تمام زي ما ا chaque مباراة هتقوم بنظام الزهاب والاياب بداية من دور الثمانية الى المباراة النهاية باجمال كان مباراة 14 مباراة وبالتالي عشان 14 مباراة الكيف فضل انها تقوم بنظام الزهاب والعودة مش مجمعة في بلد واحدة قالك لا عشان نزول عدد المباريات فالبس يزيد فالأرقام الفلوس اللي بتخش يزيد فتبقى الأمور جيدة ورائعة طيب كلمنا على موضوع مباراة الاياب هات اللي بعده البطولة هتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي وتحت مظلة الاتحاد الأفريكي للكورة القدم وشركة خاصة مكرها في رواندا مكرها في رواندا لإدارة هذه المسابقة إدارة المباريات خلال البطولة هتكون بنفس طريقة إدارة مباريات كاس العالم للأندية يعني بالنظام بالفيفا بالشغل كله هتبقى كاس العالم للأندية الفيفا هو اللي بينظم الفيفا مع الكاف هينظم ده يتعلق بقى بالمؤتمرات الصحفية ده يتعلق بالميكس الزون واللقاءات اللاعبين ده يتعلق بالنظام الكويس قوي في كل الملاعب يعني الأمور يبقى كاس عالم مش تبقى مباريات كده بتتلعب بشكلها وحش هو الفيفا عايز يطلعها بأفضل صورة ممكنة ممكنة يعني الأهل مبارياته هتتنظم أنا بكلم بالأهل عشان هو لي ما السن أكلمه بيلعب في كاس العالم للأندية دي النقطة اللي بعده حلوة دي بقى دي فيها التفاصيل مهمة جدا جوائز المالية في البطولة دي اعتبقى إيه؟ إجمال الجوائز المالية في هذه البطولة في النسخة الأولى 11 مليون دولار 11 مليون دولار جائزة المركز الأول حتى هذه اللحظة لم تتحدد نهائيا بعد لكن الأكيد أنها هتكون أكتر من جائزة دوري أبطال أفريقيا اللي هي 4 مليون جنيه وبنسبة كبيرة لن تقل عفوا 4 مليون دولار وبنسبة كبيرة لن تقل عن 6 مليون دولار يعني هم نتكلم من 4 أو من 6 وانت طالع مش وانت نازل يعني 6 ممكن تبقى 7 بس هم نتكلم مبدئيا في 6 مليون دولار دي جائزة صاحب المركز الأول صاحب أو عفوا مجموعة بقى الجوائز في الموسم التالي احنا هنا مجموعة الجوائز في الموسم الأول 11 مليون جنيه مجموعة الجوائز في الموسم التاني هيبقى 20 عفوا أنا لما المصومة أقول جنيه معلش لسه عايش مع كسر ربطة عندنا 11 مليون دولار في الموسم الأول الموسم التاني هتبقى 20 مليون دولار دي الجوائز في الموسم التالت هتبقى كان بقى في الموسم التالت هم نوين أو متصورين أو متوقعين إن في الموسم التالت هتبقى مجموعة الجوائز 100 مليون دولار 100 مليون دولار رقم كبير طبعا ده رقم كبير بس ده هيتوقف على ايه هيتوقف على نجاح التجربة في النسخة الاولى من حيث طبعا بقى الملاعب والحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني والتنظيم وكل هذه الامر طيب ليه الفيفا مهتمة اوي بالبطولة دي مهتمية جدا ده عشان زي ما تقول كده ايه تقول يا جماعة احنا لما عملناها في افريقيا تلعت حلوة تلعت بطولة كبيرة وجابت ارباح كبيرة فيقنعوا بيها الناس في اوروبا تعرفين طبعا الحكاية اللي حصل في دور السوبة الاوروبي والخنايات والمشاكل والاعتراضات والازمات فهم عايزين يعملوها عشاحة طيبين برضو بيجربوا فينا من اخر يعني قالك تعالى نجربها فيك و احنا محتاجينها بالمناسبة يعني افريقيا محتاجة بتولها زي دي عشان الارباح المالية تزيد بشكل او باخر يعني بس اوروبا طبعا مش محتاجيني الكلام ده فانبنتينو رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم هيبدأ الفكرة من القارة الافريقية وبعد كده يحاول يباعها يباعها لاوروبا يباعها لاوروبا تعالى اقول لك شوية كمان معلومات البطولة دي مش هتأهل لكاس العالم للاندية بس هيخليها ضمن الاجندة الرسمية وهيلزم الاتحادات الوطنية فافريقيا بالسماح للعيب الاندية بالمشاركة بالصف الاول المسجل بيقى القايمة يعني ايه بقى الجملة دي يعني لو جيه مثلا مثلا يعني الاتحاد المصري اوراب الاندية المصرية قالت للاهلي اعمليش دعوة بالبطولة دي تليك عندي دورة ابطال افريقيا هتشارك في البطولة دي بقى تشارك بصف تاني عمش اجل لك مطشاط قالك لا في فع تلزم من الاتحادات الوطنية ان الفريق من هذا الاتحاد اللي بيشارك في هذه البطولة بطولة الدولة الافريقية لازم يلعب بفرقته الاولى بالصف الاول فانت ملزم انك تهجيل له مطشاطه لازم هوا الفيفا من ناحية بيحاول يعني يرمي على اوروبا هو بيوجه الرسالة الى اوروبا ان البطولة دي نكحة وان البطولة دي هيبقى فيها تفاصيل كتيرة مهمة وهلزم بها اي حد بعد كده بس بيجرب زي ما قلتلك فينا طيب في حكاية هتحصل في النص ان البطولة دي هتتلعب في وقت الاجندة الدولية اللي بيلعب فيها المنتخبات منتخب مصر هيلعب زي ما انتو شايفين كده منتخب مصر المفروض هيلعب بطولة مبريات في هذه الفترة ما تحددش بقى مواقف اللعابين من الانضمام للمعسكر المنتخبات في التواقف الدولي يعني الفيفا هنا ساعتها هي يقولك والله لا لازم اللعيب بتاع المنتخبات دي تلعب مع الاندية في دوري الافريقي ولا الاندية ملزمة تسيب لعبتها للمنتخبات دي لسه مش واضح مين اللي هياخد اللعيبة يعني منتخب مصر ميقول عايز لعيبة النادي الاهلي فالاهلي هيقوله لا مليش دعوة ده الفيفا والكاف عايزين نلعب الدولي الافريقي فمش يسيب لك لعيبة ولا الفيفا في النحى التاني هيلزم الاهلي انه يسيب لعبته للمنتخب المصري خاصة ان المباريات هتقام في وقت الاجندة الدولية اللي بيسمح فيها او بيزم فيها الفيفا ان الاندية توافع على تواجد لعبتها مع المنتخبات الوطنية معضلة دي بس اكيد الفيفا عنده لها حل واكيد فكر فيها اكيد هيبقى فيها تنصيق مع الكاف في هذا الامر يعني طيب الحكام هيبقى او دي المفاجأة الكبيرة يعني مطروح جدا استجدام حكام من اوروبا لإدارة بعض المباريات وفقا ل قناعة الفيفا اللي بيعايز انجاح البطولة وعدم ترك اي فرصة للخطأ او افساد النسخة التجربية يعني ايه؟ يعني الفيفا بيقول لك لو لزم الامر انه يبقى في حكام من اوروبا في الدول الافريكي ده عشان في مشاكل عند الحكام الافريكي هجيب عشان ينجح البطولة دي بحسب معلوماتي بحسب معلوماتي انه اللقرب هيبقى حكام الفار يعني اللقرب هيجيبوا حكام للفار من اوروبا ويسيبوا حكام الساحة افرقا لقرب هيبقى حكام الفار من اوروبا وطبعا كل الاحتمالات ورد يعني والد يبقى فيه حكام ساحة من اوروبا والد يبقى حكام ساحة من اوروبا موجودين وموجودين كمان حكام فار من اوروبا يعني في نفس المباراة يعني الطاكم كله من اوروبا حلو كده؟ حلو النسخة الثانية والثالثة حصل حديث مبدئي حول تفاصيلها ولكن كل ذلك توقف على نجاح النسخة الأولى التصور النهائي في النسخة الثانية والثالثة بيشمل 24 فريق للنسخة التالية ولم يتطع حتى الآن الشكل النهائي ومصير دولة أبطال أفريكا وكاسب كونفيدرلية وهل ستأخذ هذه البطولة المكان الرئيسية في مسابقات الأندية كل ذلك متوقف على نجاح التجربة الأولى لكن الأكيد هو وجود الأهلي في النسختين الثانية والثالثة بناء على رغبة الفيفا والكاف يعني كده الأهلي هيبقى موجود في البطولة الثانية والثالثة كمان تمام تمام استاد الكائرة الدولي الدولة مساندة بقوة في التجهيزات وقبل الموعد المحدد هتكون كل الملاحظات تم الانتهاء منها يعني استاد الكائرة هيبقى في أفضل حال إن شاء الله في هذه البطولة النجيلة زي ما قلت لكم كل الناس اللي جوهم زهروا الملعب قالوا النجيلة استاد الكائرة هي أفضل نجيلة أو أفضل أو أفضل ملعب على مستوى كل الملاعب التمانية اللي هتشارك أو التمن فرق اللي هتشارك في هذه البطولة وده تقرير خبراء من أوروبا اللي قالوا كده وأكدوا إن ملعب استاد الكائرة جاهز مية في المية ده كل تفاصيل كل التفاصيل اللي تخص الدوري الأفريقي بمسمىها الجديد خاص باش فيه مسمى دوري السوبر الأفريقي هي بطولة اسمها أفريكان ليج الدوري الأفريقي هتشارك فيها ثمن فرق وده أو دي كل المعلومات اللي حرارك النهاردة بتسمعها لأول مرة ممكن تكون سمعت معلومة أو اثنين منهم بس أنا جمعت لحضرتك كل المعلومات الممكنة عشان تعرف البطولة دي هتتلعب إمتى هتنتهي إمتى الآن هيلعب مع مين مع مين يعني تصنيف تاني يعني هيلعب موعده عاملة إزاي هيلعب على الآن يملعب في مبارات الزهاب ومبارات العودة والجوائز المالية كل حاجة تخص هذه البطولة طيب معي عبر الهاتف الآن التليفون مهم جدا الكابتن الكبير كابتن طارق العشري الموديل الفني لمادي الاتحاد سكندرية كابتن طارق مسائل فل على حضرتك منور الدنيا كالعاد تأخيرا كريم تحياتي لك تحياتي يا كابتن طارق مهمة جديدة وبالتأكيد مش أقول مهمة صعبة ولكن ممكن تبقى صعوبتها بس من طموحات كبيرة لجمهي الاتحاد وثقة فيهم في حضرتك إنك إن شاء الله تقدر تعمل حاجة مفيش شك طبعا طموح جمهي بالاتحاد كبير جدا وثقة في طموحه بيه على من يوم ليوم مع فرقته وده اللي أتمنى أن أحقق بكل المجاحات اللي يرضي طموحات جمهيبنا بالاتحاد ومجلس الدرس كده أنا أقول إن مفيش شك الاتحاد جديد مع فريق الاتحاد خاصة ده بيتي وأنا سعيد جدا جدا بالتواجد داخل وده اللي قال على خضراء نادي الاتحاد سكندرية ويمكن من الزمان مش عاوز أقولك بي كانت أمنيتي لكن كان لها توقيت معين إن كانوا بناء سبحانه وتعالى قدر أن يكون السنة دي هي أول دخول لي على رأس الإطار الفني سنة دي بحث سكندرية أتمنى أن أنا أحقق طموحات الجماهير ومجلس الدارة وأشكرهم جدا جدا على صفاتهم خاصة سيد محمد مصالح ومجلس الدارة الموقر وجماهير كلها جميل حتى كان داري اللي أنا لقيت طرحة منهم تأييد والتفاق كبير جدا جدا داخل القلع الخضراء صحية هسألك طبعا على الصفاقات اللي أنت حسمتها واختياراتك لقائمة الفريق للموسم الجديد بس بداية كده هسألك هل عمار حمدي ومحمد محمود خلاص مش مع الاتحاد الموسم القادم؟ بقى حالية ما سمعش حالك يا فن ما عليش أيو بالضبط احنا اخرنا الاعراض خالص يعني خلينا نقول لنا احنا اتكلمنا في إطار ان احنا عاوزين نعمل استمرارية ومستبات فن يجيب تريق من خلال أقود ممتدة لتمتد على الأقل 3 سنوات بلان قصير لمدة 3 سنوات وبلان أطول شوية لمدة 5 سنوات فخلينا ده مبدأ الاعراض اخر حاجة لما نلاقيش في الأماكن الارجنت قوي لمحتاج اعراض هنبتد ندور على الاعراض فحاليا نحن بكل تفكيرنا في جلب صفقات يستمر على الأقل 3 سنوات داخل النادي صغار السن ننزل بالأعمار بشكل كبير جدا جدا في بعض المراكز المهمة وبنعمل مزيج بين الخبرات وبين الشباب وبين اللعيبة اللي هي البرومسج الوعدة ممكن تكون لعيبة مخبورة لكن عندهم يعني شغف كبير جدا جدا في تقديم شيء جيد للمدريد حسك وده الصفات اللي أنا دايما بدور عليه الإراضية فالحمد لله لحد دلوقتي مش يمدخوط السابقة صحيح طيب كابتن طاري هل فعلا طلبت طهر محمد طهر من الأهلي حاليا حتى الآن لأ حتى الآن لأ بس هو في حساباتك يعني خلينا نقول برضو الاختيارات في الآخر في الاعارات يعني برضو حسب الأماكن اللي احنا عاوزين خاصة ان احنا لدينا علاقة جديرة جدا من الممتدة مع النجل الأهلي ومع الجمالك مع كل أمديل فكل الأمور مفتوحة طيب في الاختيارات يمكن أنا دم أكدله شوية في خلال الفترة اللي جاية وحنشوف إيه الوضع اللي ممكن جتين بخلال وضع الفترة خلينا نقول الاحتياجات هي اللي هتكرر ماذا يحتاجنا للعرق أو لا عظيم جدا انت وقلت لي إنه فيه احتياجات معينة هل حراك حطيت المراكز اللي انت محتاجها دلوقتي يعني يقدر عرفها كمراكز بس مش كأسماء ما فيش شك احنا بندعم على خط حراسة البرما وبندعم على خط خط الدفاع وده الخط المهم جدا بندعم على صعيد برضو وسط الملعب وكذلك برضو على صعيد الخط الأمام يعني احنا في الأربع الخطوط بندعم بشكل كوي جدا خلال الفترة اللي فاتت دي والحالية يعني فيه ورش عمل مفتوحة بين يوم جين خاصة نفس المحمد المصالحين عشان نقدر ندعم الفريق بالعناصر اللي احنا عوزين ندعمها بشكل كوي تضيف في ندر التحدي ما تفرقش معانا اللعيب في دور الممتاز أو اللعيب في الدرجة الأولى المهم اللعيب جاية خيامة كويس جدا تقدر تفيد النادي على السنوات اللي جاية بشكل كويس جدا في مشروع ابتدنا وابتدنا نحققه على أرض الواقع في تأسيس يعني فريق ابتناة فريق جاية يقدر يحقق طموحات النادي لتحادس كندري مجلس الورد صحية صحية كابتن كبير كابتن طاري العشري أمجر الفني الفريق لتحادس كندري أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة واحد من المدربين الكبار المهمين في الدوري المصري على ذكر المدربين الكبار واحد من أفضل المدربين في الدوري المصري عن الموسم الماضي وربما يكون بالأرقام أبرز مدرب مصري قاد فريق الموسم الماضي واحد من الأسماء الواعدة جدا حمله الواعدة رغم أن الراجل برضو لسيفي محترم جدا في التدريب ولكن لسه كما يتحس أنه هو لسه هيدي أكتر وأكتر وأكتر ومتوسم له خير مش أنا بس يعني كل من يتابع كرة القدم المصرية الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق أمبي يكون ديفي بعد هذا الفاصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى أنا زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل وزي ما دايماً بقول يعني في رأيي أنا المتواضع وأعتقد في رأيي كثير من الناس هو أفضل مدرب مصري هذا الموسم وده دليله النتائج والأرقام أمبي لحد فترة قبل نهاية الموسم بشوية كده لما الأهل بدأ يخلص مؤجلاته كان متصدر الدور التاني أمبي اللي كان بداية الموسم الكل بيقول إنه هيبقى أول الهابطين ييجي مدرب يحط أمبي في مركز كويس يحقق انتصارات متتالية ونتائج إجابية متتالية مع فريق شبه بيتكون من جديد بعد رحيل نجوم الموسم قبل الماضي عن الفريق كل ده يتعامل نقدر بعدها نقول إنه أمبي بيرجع تاني كالسابق عهده في بداياته العظيمة كل ده عمله مدرب مصري محترم الكل يتوسم فيه الخير الكل العارف إنه هو بيشتغل بشكل علمي محترم جداً عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في اللاعبين اللي بيشتغلوا معاه والأهم كنت لسه بتكلم معاه قبل ما نخش على الهوى إنه اللاعب يصق فيه ودي نقطة مهمة جداً كل اللاعبين بتوع أمبي لما تسألهم عن مدربهم يقولك مدرب كبير ومحترم جداً وبالتالي هو الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير فني لفريق أمبي الكابتن تامر منور الدنيا حبيب يا كابتن كريم ولو في حد كبير هنا فهو حضرتك يا حبيب يا عفو يا حبيب ده شرف كبير لأن أنا موجود معاك يا حبيب ده شرف كبير لأن الله العظيم بكلم بكلم أنا بدايةً كده هنيك وقولك مبروك اللي أنت عملته مع أمبي الموسم اللي فات موسم كان محدش يتصور زي ما كنت لسه بقول أن أمبي أصلاً يكمل مش هقولك أنه يتحط في مركز محترم في جدول ترتيب الدوري أنه يكمل الدوري عملت إيه؟ أولاً وأخيراً وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة لازم نبقى مسلمين بيها ولازم طبعاً نبقى حطينها قدامنا في كل حاجة في حياتنا طبعاً توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده أولاً وأخيراً يعني ثانياً أن أنت الفكرة وانت راح أمبي كان عندك هدف مختلفة وكان عندك طموح مختلفة وكنت مضغوط جداً لأن كنت خارج من تجربة صعبة جداً عليها تجربة الجونة قلت لك بكده قلت لك بكده وإحنا عالتليفون أنا لو مكانك مش هعمل كده مروحش تستلم فريق عنده مشاكل كتير وأنا أصلاً لسه طالع من تجربة مكتش موفقة رغم من الأداء كان فيها محترم جداً مع الجونة وأنا برضو بكبر اسمي أكتر وأكتر اسمي كبير ومحترم بس بكبره أكتر فمش محتاج أي خبطة جديدة ممكن تأثر على الكرير بتاعي ده كلام سليم مليون في المية بس هيا شغلناتنا كده كابتن كريم دايماً طول الوقت طول الوقت أنت في تحدي طول الوقت أنت في تقييم طول الوقت أنت متشاف طول الوقت أن الناس بتحاول تحطك في مكان مختلف طول الوقت أنت بتحاول تحط نفسك بصورة كويسة جوا الجدول أو جوا الدور عندنا يعني في مصر فالفكرة أن أنت عندما ترح أمبي سألت نفسي سؤال أنا راح أعمل ايه أيوة هيا دي النقطة أنا راح أعمل ايه فالفركة في مركز الستاشر وأستاذ أيمن الشريعي بأمان ومجلس دارة كله ناس محترمين جداً جداً والواحد بيكن لهم كل حب واحترام وتأدير بصراحة ناس رائعين جداً وكانوا صبرت لنا طول الوقت وكانوا بسندنا فأنا راح معهم أنا فاكر أيمن الشريعي قال لي بقولك إيه أنا نفسي بقى زي أسوان أنا نفسي نمشي كده زي أسوان أو المحل أو حاجة كده فقالتوله لأ إن شاء الله هننهي وانيني بصورة كويسة إحنا بعد ما كسبنا الزمال قلت له هناخد السادس لا والله العظيم والله العظيم قلت له كده وإحنا كان ترتبنا تقريباً لـ 12 أو حاجة كده أو 13 في جدد جدول قلت له قلت له إن شاء الله هناخد السادس في الجدول من إيه بقى هذا السكة دي فالسكة بتيجي بقى من أنت مؤمن طبعاً بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أولاً ومؤمن بنفسك وبشغلك ومؤمن بلعبتك أنت النهاردة حاطت إيدك على المفاتيح جوا التيم ولا عملت حالك وإيسا ولا لا فالحالة دي بتطمن بغض ننزع على الأداء خلي بالك إحنا كسبنا خمس موتشات بعد انتغلبنا لمصر وأنا خارج من المصر كنت سعيد جداً بالفرق سعيد جداً رغم أن أنا في قط اللبس دوست عليهم شوية بعد المباراة لكن سعيد جداً بالأداء وقلت له مستحيل مستحيل نخسر موتش ده ضيعنا 17 فرصة تقريباً علماً أنك لما تقسر موتش وانت بستلم مهمة جديدة فيها مشكلة تكسب الزمالك ممكن الفريق يتأثر بعدها أنت كسبت الزمالك لا انطلقنا وكانت انطلق من هنا وكان المباراة دي كانت يعني بصراحة بالنسبة لنا علامة كبيرة جداً جوا الدور إنها ودتنا لبعيد قبل ما خش على المباراة بتاعت إنبي في البطورة وإزاي مشيته المسيرة ديت طب برضو جاي بعد بداية للكابتن أحمد كوش اللي ما كانش فيها توفيق وكان لسه مستلم الفريق وبيدعون يكونه من أول وجديد بعد رحيل عدد كبير من النجوم المهمة وبعدها الكابتن طلعت يوسف اللي ما خدش فترة كبيرة جداً وربما الكابتن طلعت يوسف فكر زي مكان المفروض أنت تفكر إنه أنا مش هستلم فرقة وهبط بيها ويحصل لي مشكلة تاني وأنا اسم كبير في الكرة المصرية فراج الرحل إنت استلمت فرقة بقى نفسياً فيها مشاكل معنوياً فيها مشاكل حتى على المستوى الفني لما تبص على بالمقارنة ببقى الفرق فممكن تبقي إمكانيات بقى الفرق اللي معاك في المنطقة دي إمكانياتها أكبر منك على مستوى التشكيلة كل ده ما ألاكش ألا أني طبعاً بس هي دي شغلتنا هي دي الشغلتنا بتاعتنا إحنا دايماً طول الوقت مضغوطين ودايماً طول الوقت تحت ضغط وهم جداً تقيس نفسك بقى في المواقف زي دي إنت بقى مدرب كويس ولا مش مدرب كويس يعني أنت عايز من الشغلانة عايز عندك طموح وحطه قدامك وعندك هدف وعايز تروح له ولا أنت عايز تبقى مدرب عادي اللي هو تشتغل هنا مرة وتقعد سنة وبعدين تشتغل تاني خاصة تنجرب دي من ناحية تانية هي دي النقطة بقى والضغط إس نفسك تحت الضغط دايماً طول ما الدنيا كويسة طول ما الدنيا بسيطة عادي أي حد ممكن نشتغل لكن تحت الضغط هنا اللي بتفرق يعني دايماً في الكرة نقول المكسب لي ألف أب والخسارة ملا شغل أب واحد فدائماً أنت بتقوله دايماً في المكسب أفلاني اشتغل كويس وحلاني وترتل جميل جميل في الخسارة أنت تحملها لوحدك فالموقف ده أنت تتحمله لوحدك زائد أن أنت خارج من تجربة صعبة جداً بتاعت الجونة فأنت عايز تثبت نفسك يعني بأي طريقة فقدت مباكز فيها جداً كنت مقتنى أن ربنا سبحانه وتعالى ما نبيشان لي حاجة كويسة لأن الإداءة اللي كان حسام الزناته يقولي أنا مش عارف في إيه بس أنا حاساوا أن ربنا سبحانه وتعالى هيعرافنا الكلام ده بعدين فبعد ما يمشي أنك كويس في جونة أكلمني قال لي إن إن شاء أنا قلت لك إن فعلاّ أن ربنا سبحانه وتعالى أشير لك سبحان الله يعني فتحس من أن نبي مهم جداً مهم جداً توقفل عن نفسك أوللقاء بينك و По audiences إذن مرة أيضا للجلبية لعبة امبي قالك احنا كنا عارفين احنا من جوان احنا نابط خلاص الموضوع منتهي بعد بداية الموسم السيئة جدا يعني قلت لهم ايه كنت امين معهم جدا كنت صريح معهم جدا كنت واضح معهم جدا كنت بقول لهم انا عندي لعبة كويسة وفي اسمائها كويسة لكن حالتكم مش احسن حالة ودي نقطة مهمة جدا انا دايما بقول يا كيمو دايما ايه وما تجيب لعيب انت بجيب امكانيات لعيب لكن لما بتلاعب بتلاعب حالة فدايما الحالة بتدور على الحالة لا تدورش على الاسم الحالة دايما لازم تسبق الاسم وانت بتلاعب لعيب جواتين مش وانت بتجيب لعيب النادي فمهم جدا لان احنا كان اي حاجة بتروح علينا كان عندنا فيها مشكلة لان يلتранك مدفعين كويسين جداً وعندنا حراس كويسين جداً وعندنا لعبة في كل الخطوط كويسة جداً لكن زي ما يقولك يا كريم تاني مش في أحسن حالة ودي النقطة المهمة وكمنظومة كان فيها مشكلة هذه النقطة فانتقدرنا نغلف الفرقة بالحالة نسيبك بقى من مين كويس ولا مين وحش مش فرقة معايا انت خليت المنظومة كويه فخلينا الحالة كلنا اشتغلنا وكلنا عطينا على التراك وكلنا بدأنا نشتغل وكان في عدل بيني وبين لعبتي مهمة جداً دي في الكورة طالما الأمور مش في أحسن حاجة فمهمة جداً دائماً طول الوقت العدل هو دائماً اللي بيسوءك في تشكيلك او بيسوءك في مين يشتغل ومين ما يشتغلش فدي النقطة مهمة جداً طيب بدأت تشتغل وبدأت تجري وتلعب في معلومة كنت بقولها حتى الكابتين تامر قبل ما نخش علىها كان يقول لي اللي حوالين الكابتين تامر مصطفى يقول لي عنها اللي حوالين كابتين تامر مصطفى سواء لعبين او مدربين مساعدين ولو كابتين تامر مصطفى وده سبب يعني دائماً إشدت بيه حتى بعيد عن تواجده معي انه الراجل بيشتغل بشكل علمي مش بس بشكل في خبرات خد بالك الراجل اللي قادم معي ده اشتغل مع مدربين كلاعب يعني كابتين محمود الجوهري وكرول واشتغل مع مدرب كبير زي كابتين على النبي كمساعد يعني اشتغل مع اسماء كبيرة يعني ان احنا وصلها للجزئة دي فعنده خبرات قريدي بس هو ما بيعتمدش بس على الخبرات دي هو بيعتمد على شكل علمي شكل من الحاجات اللي احنا بتشوفها في اوروبا المدربين اللي بيشتغلوها في اوروبا ازاي قدرت بقى بالاسلوب ده اللي انت هتشرحولي دلوقتي تقولي بتعمل ايه جوه تكنع اللاعبين كمان ما هاللعبين هيشوفه نسخة مدرب اجنبي مش نسخة مدرب مصر بس هو دايماً بهم اتكلمت غير لما تشوف كلام حاجة والرؤية حاجة تانية خالص هنجيلك الاستعدادات تنورنا لازم تنورنا فالنهار ده احنا انا فكرت في حاجة بناعمل مقصة واحنا بنشتغل فانت عايز بين الشوتين توضح له الصورة وتوريله نفسه بصورة اوضح مهما اتكلمت على الصبورة ومهما شفت ومهما قلت له مش وصله له قوي انت وقف هنا غلط انت مش مغطي هنا التلاتين يار ده احنا مش قفلينهم كويس زوائي التمريد مش قفلينها ما بنرحلش كويس الطايم بتاعنا متأخر يعني شوات حاجات بتقولها مهما قلتها لك على الصبورة انت مش حاسس لكن لما تشوفها وهي بقى دي كانت التركة يعني ان احنا النهاردة عايزين نوري اللعبة دي بين الشوتين ازاي الشوت الاولاني مشاكلنا في ايه فبصراع معايا محل الأداء احمد عصام الناس الممتازة جدا والناس الجميلة جدا اقول احمد ان انا بفكر في فكرة معينة ان احنا بين الشوتين لازم نوري اللعبة اخطاءهم بين الشوتين بسرعة في الفيديو فاحمد كان بيربط معايا على طول انة على طول في خمس دقايق فيديو بين الشوتين بنوريهم بقى المواقب بنوريهم الاجابياتنا ايه و سلبياتنا ايه جاهزوا بيقطعوا سرعة على طول في ساعتها بكلمتين بديهم بس دقتين تلاتة بيجمعوا تركزهم تاني وبينتكلم على طول بكلم كلام عام بس عن الشوت الاولاني وبعدين بوريهم بس اللي احنا عملناه زاد ان دايما طول الوقت فيه تحليل بالمستوى الفردي للعيبة فيه تحليل على مستوى الخطوط فيه تحليل على مستوى التين فيه تحليل الكور السابتة الوحدة فيه تحليل الفرقة اللي بنلعبها فيه دايماً طول الوقت انتوا تفرجوا ودايماً تحليل التمرين احنا تمريننا بنصور وكل تمرين احنا بنصورها وبنحللها واخد بالك وحنا عايزين ايه من التمرين ده وعايزين نشتغل ازاي في التمرين ده وبنطلع ايه من التمرين وشكلنا جوا التمرين فمهم جداً وبعد المباريات طبعا كل لعب ليه فيديو وكل لعب ليه تفاصيله وحياة كتيرة طبعا احنا عايشين للموضوع ده احنا عايشين للشغل وعايشين للموضوع ده النهاردة مهما كلمته مش المعلومة مش توصل له زي ما بيشوف ولازم توريله أصدقوا اللعبين مثلا لما كانوا بيطلعوا يعني طبعا كل المدربين عندنا محترمين وكبار وكلهم أسباب كبيرة بس كنتوا تطلع بس اللعاب يقولك ايه احنا المدرب زالينا بين الشوتين احنا المدرب عشان بينا بين الشوتين يعني دايما بين الشوتين في مصر دي مش مهمة يعني عندنا هيقولك ايه اتعامل مع اللعب معنويا بس في الربع ساعة دي الربع ساعة دي فيها معنويا وفنيا وتفاصيل كثيرة جدا طبعا طبعا فيها كل حاجة وبعدين قبل المبرى كمان بس بلهم الفيديو بتاع الكور السابتة بتفرجوا عليه حتى ما بتكلمش فيهم وهم بيلبس وبيسخن والكلام ده كله عين وبتروح حليبة شغلوها لهم دايما مواصم الوقت يعني مش كل الوقات لاني ساعت فيه استادات او فيه حاجات ما تبقاش الدنيا احسن حاجة لكن دايما طول الوقت تحاول توصل الى احسن حاجة يعني انت بتحاول توصل الى احسن حاجة بتحاول تسهل لهم الامور وتحاول تعيشوا في الحدث بصورة كبيرة جدا وبتحاول يبقى كل المؤسرات اللي حواليه تخدم الهدف اللي احنا راحل له ان احنا محتاجين نطور اداءنا خلاصة من الموسم طبيعي الراجل اللي وصل في البركز السادس اللي عمل بينكو سين كده ما هو اقرب للمؤجزة في ظروف صعبة جدا هيجيله عروض طبيعي ده المداربين اللي مش بيعملوا كده وحيانا بيهبطوا بيجيلهم عروض انت اكيد جاء لك عروض لما جاء لك العروض ديت وربما امكانيات اكبر من الامكانيات اللي موجودة فيهم هي امكانيات محترمة اللي موجودة فيهم بس ربما امكانيات اكبر كمان ما فكرتش خلينا بس نكر بحاجة مهمة جدا النادي امبي نادي كبير وانا في نادي كبير وفي نادي محترم وفي نادي منظومة رائعة جدا وناس محترمين جدا ده رقم واحد رقم اتنين انت مركز على هدف انا نفسي اعمل جيل لنادي امبي ونفسي اعود شوية يعني اعود شوية جوا نادي امبي لان انا فعلا عايز اعمل لهم جيل زي الاجيال اللي كنا بنتكلم عليها زمان ونفس الهوية ترجع ودي اكتر حاجة بقى مبسوط بيها بوس يا كريم احنا عندنا ثلاثة ارقام مهمين جدا جوادين الرقم الاولى ان احنا بقى نادي سنتين او سنتين وشوية او ثلاث سنين ما كسبناش متشين واربع صح دي اتحققت صح من 2016 تقريبا ما كسبناش خمس مطشات واربع لو من 2016 مش عارف رقم كده مش فاكر ما كسبناش خمس مطشات واربع هميكلم في سبعة تمان سنين تقريبا اخر عشر مطشات على مطشات انت كسبتوهم سواء دوري او كاس فالنهاردة الهوية بتاعت انا قبل ما اجي مكسبناش شوية مطش على ملعبنا وكننا بنفكر ان احنا نغير الملعب وعارف اصوات بقى جوادتي اه كابتن الملعب ده واضح الملعب ده مش مش علينا فيش كلام ده في الكورة ايواء الكورة مفاش الكلام اه كابتن بقى شوية اصوات بقى جوا حواليك بقى ايواء كابتن انت ما تيجي نشوف ملعب تاني طب ما نفكر حباب نكسبش احنا بقى ندور بالبلد دي كده تعرف غير عطبة مثلا احنا اخر عشر مطشات على ملعبنا كسبناهم فالهوية بتاعت امبي بدأت ترجع تاني وانا قلت بقولهم محدش جاعة كان زمان لما تروح تلعب امبي في امبي ده انت شاهل هم قد كده ماتش صعب جدا بنجوم امبي الكبار بمدربينهم الكبار بالكلام ده كل فالفكر ان انت عايز ترجع الهوية تاني ودي نقطة بقى مهمة جدا لازم تدوس عليها شوية وتعمل جيل امبي احنا عندنا متوسط العمر صغير جدا احنا تقريبا متوسط العمر عندنا 24 سنة و24 سنة ونص يعني تقريبا فمتوسط العمر صغير جدا فانا عايز اكمل مع الجيل ده شوية نحمل جيل للنادي وتسيب بصمة مهمة جدا طب ده هدفك وده هدف عظيم جدا وهدف رائع جدا بس انا هحط نفسي مكان ادارة نادي امش يجي العيب يتقلق عندك مثلا على سبيل المثال يعني وليس الحصر عشان فيك اوفها مثلا محمد حمدي ليبقى متقلقة جدا ومطلوبة في الماركت دلوقتي فهيجي لهم مثلا عرض ما يترفتش والله عرض اوروبي عرض محلي ما يترفتش يعني اللي هو 30 مليون 40 مليون حسب بقى الدولار بقى بره او جوه فهيقول لك والله كابتن تامر احنا مقدرين جدا انك عايز تكون فرقة محترمة جدا بس احنا برضو نادي يعتبر نادي استثماري او عايزين نكسب فلوس زي ما بنصرف عايزين نكسب فهنستغنى عن دول فانت تلاقي نفسك في ورطة ان انا بحاول اكون فرقة في نفس الوقت النادي له تطلعات ازاي بقى بتطلعك انتوا اللي تاني ما لسه قلتلك في الاول ان انا بقولك في بيئة محترمة جدا وفي نادي محترم جدا ان احنا دفعنا ان السنة دي مش هنبيع حد مش هينفع نحرك حد ان احنا محتاجين نقف شوية ان احنا بيعنا نجومنا السنة اللي فاتت اصرت علينا في بداية الدورة قدرنا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نلم نفسنا تاني ونعمل كوادر تانية مختلفة بس ده مش هيحسى كل شوية ما مش هقدر يبيع كل سنة ايوه ما فيش تين في العالم بيقدر يبيع كل سنة فمحتاجين نقف بس ناخد نفسنا شوية عرضه اوروبي لحمدي او نادر او اي حد اي ان كان جواتي ما عندناش مشكلة فيه مش نقف طريقه لكن عرض محلي طب ما احنا اولى نستنى شوية لغاية ما نقف على رجلنا شوية وبلغة الكرة كده نعظم شوية وبعد كده خلاص نبحرق السنة اللي بعدها ما عندناش مشكلة نحضر بس اللي ورا الناس لكن انا النهاردة كل محدي يتقلق بيه يبقى عندي مشاكل كبيرة جدا طب ان السنة اللي فاتت ربنا استطرها وقدرنا نلم نفسنا طب السنة الجاية انا مش ضامن ومش ضامن اللي هجيبه والاسعار اللي موجودة دلوقتي بقى الموضوع صعب علينا جدا جدا كان معي كبتل محمد اسماعيل مدير الكرة في امير الشخصية محضرة مجدا وسألته نفس السؤال قال لي مش هنبيه حد بس رحتنا رحتنا رضي له حاجة وهولالك برضو طب انا فاكر انت نفسك ولتدي السنة اللي فاتت انا مش هبيهها برضو حد بالنجوة وبعت احيان المغريات بتبع اكبر منك لا احنا خلينا نكون متفقين ان احنا السنة دي مختلفة شوي احنا قررنا خلاص قرر وخدناها مهما كانت المغريات لكن احنا لدينا طريق بيع للسنة اللي بعديها هاي ده نحققه ايوه ما عندناش مشكلة فيه ايوه ده ما عندناش مشكلة فيه ارسل دي النقطة تانية كابتال تامر وانت راجل مطلع جيد جد هو احيان يقول لك ايه انا مش هبيه حد في المطلق طبو انت هتكمل حياتك ازاي انت كنادي انت عايز تسرف وبتاعة انت عايز تخل فانت عامل بلان ايوه احنا السنة دي مش هبيه حد ايوه السنة اللي بعديها اه عندنا تارجل بيع مسلا هحطين رقم بالزبط خلاص ده هنوصله هنوصله ان شاء الله وممكن نعديه كمان ان شاء الله فدي ما عندناش مشكلة فيه بس بأسمنة عادنا بس السنتين يبقى السنة اللي فاتت كلها والسنة دي بقى السنتين بنفس المجموعة اللي هيب على الالة 8-9 عناصر مهمين عايز تتحرك فيهم بعد كده على الالة تتحضر البدايل صح وانت لو عندك اتنين تلاتة مطلوبين دلوقتي لو سبتهم موجودين مع فريق بتكون ممكن السنة الجاي بقى عندك ستة سبعة هيا دي النقطة وكمان سنهم صغير عايز لو سنهم كبير كنت وترك ممكن تتحرك فيه وإيه حق بقى بيا مش طعف تبعي السنة الجاي لكن هما سنهم صغير فانا مش مستعجل عليهم انا بالعكس النهاردة اللي هو بعشر قروش بكرة ممكن يبقى بعشرين ممكن يبقى بثلاثين عظيم جد جزئية اللي هكت رسا بتكلم فيها فيما يخص الناس اللي انت اشتغلت معهم مشان الناس كتير ممكن ما تبقى اش عدت عليها دي راجل لعبت مع الكابتن محمود الجهري لعبت مع واحد من احسن اجاني لجوم مصر روت كرول طب اشتغلت مع مداربين كبار عايزة اعرف كابتن مل ايه ابرز المحطات اللي انت عديت عليها واثرت في شخصيتك التدريبية يعني طبعا كابتن جوري حالة خاصة ايوه مختلف يعني انا رحت مع الكابتن عالية نبيل شوبيب الاردن وبصراحة كابتن عالية من الناس اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا طيب الزكري دا انتخب اول بس ملعبش معه فترة كبيرة يعني انا ملحقتش هلعبت معه تقريبا يعني معسكرين ولا حاجة ملحقتش مطش رسمي ومطش ودي بس اللعبتهم معاه يعني لكن كابتن جوري طبعا اضافة كبيرة جدا ومختلف وعند رؤية مختلفة وكابتن جوري دايما طول وقت سبق عصره في التدريب وطول وقت محضر وبيذاكر وكان وراء وقلم يعني كابتن جوري دايما كان طول الوقت بصراحة في حتة تانية خالص بصراحة دايما طول وقت متابع اللعب في بيته في ناديف دايما طول وقت لامم أدواته كويس وعينه على أدواته بصورة كويس يعني كابتن جوري بصراحة هنروح بقى المدرب تاني كورولف عن المنتخب الولمبي الحمد لله رب العالمين اشتغلت معه شوية كنت لاعب بقى دايما طبعا بهمة جدا انه راجل برضو كان فكري مختلف راجل كان أجريسف جدا كان راجل منظم جدا كان راجل دايما طول الوقت بتاع شغلي بس كان طول وقت جد فاخدك في حتة وانت صغير حتة الالتزام والنظام والأمور دي يعني وخلاك تشوف نفسك بشكل مختلف تاني وخدنا معه دورة لعاب الأفريقية في زنبابوي وكمان قدرنا ان احنا يعني يعني نعمل معاه شغلي كويس جدا مدربها الأثر فيه أنا كمان هيكس بيرجر ده المدرب نمساوي المدرب ده مدرب كبير كريم مدرب ده مش من عندنا راح قطر قصر الدنيا في قطر وبعدين راح مسك النمسا في يورو 2008 وبعدين يعني اتحرك وكان لعب كبير في ألمانيا هو بس هو نمساوي ده من المدربين اللي احنا اللي مشواخد حقه في مصر لجي عمل طفرة كبيرة جدا في نادر المولين العرب جي لعبنا كاس مصر نهائي كاس مصر 98 مع المصري خدنا ثالث دوري وراء الأهل والزمالك لعب 4-4-2 فلات كنا أول مرة نلعب بيها ملعبش بليبرو كنا زمان تفاكر انت في التوقيت ده 98-99 كنا بنلعب دايما بليبرو تصير دباكين غير شكل شوية في التاكتك واشتغلنا تاكتك بشكل مختلف شوية من المدربين اللي أصروا فيها كمان كروغر الألماني اللي خدنا مع دوري أبطال الكقوس في أفريقيا برضو الأمانة كان من المدربين المميزين عظيم جدا طيب أنا من شوية سألتك على اللعبين اللي ممكن يمشوا من أمبي وقالتني ما فيش حد يمشي خالص اللعبين بقى اللي هيجوا أمبي هل بدأت صفقاتك؟ هل فيه لعيبين داخلت أمبي فعلا؟ خلينا بس عشان السؤال ده أنا بتسأله كل يوم ونا ماشي احنا محتاجين لعيبة؟ اه أكيد محتاجين لعيبة بس احنا عندنا لعبة كويس وعندنا تيم كويس ومحتاجين أربع خمس لعيبة بالكتير قوي مش عايز ألعب في الفرقة كتير عندنا شوية نواس في بعض الأماكن هندور عليها بس مشروطة احنا أمكاناتنا مش أحسن حاجة وإحنا ما نقدرش نجاري فرقة تانية بتدفع ملايين في اللعبة مش هادر فأنا دايما بقولي اللعب الكويس لو سبتها في المطلق اللي أنا هجيبه هجيب مئة لعيب وده مستحيل مية في المية فأنا بقولي اللعب الكويس اللي التيم محتاجه ده اللعب الكويس مش عنده بس أنا عنده أي نادي في مصر صح اللعب الكويس اللي فرقتك محتاجه لكن لو سبناه في المطلق ويالج بإمكانياتي لو أنا وإنت يا كريم النهاردة قاعدنا قولنا عايزين اللعب كويسة هنطلع مية لعيب صح 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 هل أنا يقدر نجيب مية لعيب لا هل إحنا محتاجين مية لعيب مستحيل صح فأنا بقولي اللعب الكويس اللي أنا قدر يحتاجه اللي يقدر يضفلي اللي يبقى جواه التيم اللي يعمل معاه فارق فده بأدور عليه صعب جدا في الظروف اللي أنا فيها صعب جدا فأشكال أنا مش مستعجل إلا بس في الحدود اللي أنت بتحاول تقرب من ده شوية تتكلم مع ده شوية يعني على قد إمكانياتك لكن أنا مش مستعجل في الخطوة دي وإن شاء الله هنعرف نجيب ثلاثة أربعة لعيبة كويسين يضيفه للفعل إن شاء الله لو أنت تألان زي يقوله أنا مش مش عايز أخش المنافسة بتاعت البيع دي وأنا هشوف أنا تألان برضو فيها جزء بمزاجي وجزء مش بمزاجي بمزاجي لأن أنا برضو يعني بدور على نوعية معينة واللي مش بمزاجي لأن أنا عايز كريم بس مش قادر على الفلوسي أيوة بالضبط مش عارب أخش المنافسة بجيب كريم على جنب كده لكن كريم أنا عايزه بكرة يعني إنت لو جيت تألت أربعة أسماء أقول لك أنا عايزهم بس مش قادر أجيب صح لأن ما عنديش القدرة المالية أو الملأة المالية إن أنا قادر أجيب اللعيبة دي يعني عظيم جدا عايز أعليك على لاعب تحديدا في إمبيع عشان هو تطور معاك بشكل رائع جدا ونور محمد حمدي نور بشكل عظيم جدا أنت حركته كمان في أكتر المركز بشكل عظيم محمد حمدي فعلا موهبة هتفيد جدا للكورة المصرية إن شاء الله بإذن الله موهبة والشخصية أنا كريم دايما عندي مشكلة ما تجيش تقول لي تقول لي كريم ده لعب كويس قوي بس شخصته تعبانة دي مش مشكلة دي ميزة ما بفصلش دي عندك ميزة لا أنا ما بفصلش الشخصية عن اللعب أيوة بالضبط أيوة تجي تقول لي وهكابتين خلي بالك كريم لعب كويس بس شخصية يعني مش عارف إيه أقول لك لا أنا مش عايزه فأنا ما بفصلش الشخصية عن اللعب أقول ولد شخصيته مساعدات الشخصية جميلة جدا ولد مطيع جدا وملتزم جدا وبتاع تمرين وبتاع شغل زاد أن هم في الكورة بقى كمان حدثوا على حرج يعني لعب سنو صغير عنده رؤية مختلفة البص بتاعه سليم تحت الضغط بقدر تصرف كويس محضر دايما لمس الأولانية مارن والشغل عنده وعي ومارن تكتكيا بصورة جميلة موكسة مارن تكتكيا دي بعد ده السؤال اللي جاي أنا شفته زهير أيصر شفته في النص شفته جناح إيه المركز اللي هو نقول رقم واحد اتنين ثلاثة بالنسبة له بس شكريم أنا أنا لايك تصور في الكورة مختلف شوية أنا بقول دايما اللعاب اللاين يختلف عن اللعاب اللاين يقدر يلعب جوا الملعب اللعاب اللاين يقدر يلعب جوا الملعب ده لازم تبقى كورته كويسة ولازم بقى عنده شوية موصفات ولازم بقى دايما طول وقت عنده وعي وطول وقت محضر وطول وقت رؤيته سابقاة فمحمد حمدي وهو بلعب برا أنا أحس الولد ده مش دي أحسن حاجة عنده مش يقدر يلعب برا أحسن حاجة مع أنه كان بقدي فيها كويس خلي بالك كان بلعب باكليفت مع الكابتن كوشري وكابتن طلعت بصورة كويسة جد جد بس أنا يعني حسيت يا كريم أنه لو دخل جوا الملعب هقدر استفاد منه وخصوصا كمان أنه عند مران داود باكليفت نموزاجي بصراحة وباكليفت رائعا فمحمد حمدي فأنا قمت لعبته في نص كان أول مرة ألعبه تحت قفة في ماتش الزمالك أدخله جوا الملعب في ماتش الزمالك فطبعا أنت عايف لو كنت خسرت أو لو كنت حاجة حاصرت كابتن ما أنت كابتن تلعب كابتن ما تخليها ماشي يا بو كابتن لا يا سهلا فلما قد المردود الرائع دا وكورة حتى الجول بتاع أفا بيسترم بظاهره ولف مية وتمانين درجة وبقوشه للجول وحطها توقيت البس كمان لأفا وبعدها عن رجل الراجل وكابه سوري وكابه يروح يجيب جول فباين أنه عنده قدرات رائعة واخد بالك فليه ما استغلهاش واخد بالك ليه ما استغلهاش فدي النقطة بقى أن أنت النهاردة مهمة جدا أنت بعينك على عابتك بصورة كويسة ومهمة عندك تكون على عابتك بصورة مختلفة ومهمة تكون عندك على عابتك بصورة وقعية صح واخد بالك مش عايزين نقلف الكور احنا ما نقلفش بس إحنا شايفين اللي بيقدر يعمل الكلام دا كله ولا ما يقدرش تحضره تمرانه وتشوف دايماً بقول إيه؟ بتيجي تقول إيه؟ فلان ما بعرفش يدافع أو فلان ما بعرفش جيب جول أو فلان ما بعرفش الكور السابتة يشتغلها طب إنت جربت أنت بتقول ما عرفش كده من بابل الطقوة لازم أجرب الأول لازم أجرب الأول فأنت لازم تمرانه الأول بعد التمرين أحكم أو بعد تقوله وفيه أنت كمدرب عندك أمارات تقول إنه هو ممكن يجيب هي دي هي حتى دي الأمارة هي دي النقطة ممكن بيبقى مثلا إيه؟ أنت مش هتجيب مثلا مثلا يعني مدافع واقف وراء هتقول لا ده هيبقى مهاجم كويس سترايكر كويس وسلم تحت ضغط ويلفه مش دراجات مش دراجات بس بقى فيه أمارة هي دي النقطة كورته كويسة كورته سليمة عنده رؤية كويسة لعب في نص ملعب هو ناشئ صغير وفي الناشئين تحت لعب الكلام ده كل فإنك تدخلوا بس تدخلوا بقى جوة تحت قفة بشكل هجومي شوية وتدي له مهام هجومية بشكل كبير لا محمد حمدي بصراحة من الله مين مدرب السنية دي؟ يعني دايما أنا بحب لعبة إثنين مدربين في الإيتين تبقى لعبة شطرنجة حلوة تبقى تنزل واحد تشتغل على واحد تبقى تقريك كلام دوت فتشتغل عليك مين مدرب حسينه أنه تعبك عمل معك جمشة طرنجة صعب الموسم ده؟ لا يعني فيه ماتشات فيه علامات كده جوال ماتشات مهمة يعني ماتش فيوتشر بتاع الكاس ده طبعا ماتش عظيم طبعا ده بالنسبة لك انت انت اللي كسبت لعبة شطرنجة كمان لا كمان ماتش الزمالك طبعا 2-0 ده مهم جدا طبعا انت النهاردة انك تضغط على زمالك من بدري من فوق وانت مش أحسن حالة وانت راجع جاي من خسارة وانت كرتيبك مش كويس إداية للزمالك بشكل كويس فدي نقطة مهمة طبعا ماتش فيوتش زي ما قولك ماتش بيرمز بتاع الربطة طبعا ماتش الاتحاد اللي خسرناه بتاع الربطة عملنا جيم هاير بتاع 3-2 مش عارف فاكر ولا مش فاكر عملنا جيم رائع رائع وسبحان الله يعني ما نخسروش أبدا ماتش الإسماعيلي في إسماعالله عملنا جيم رائع وخسرناه برضو لكن برضو من الماتشات الرائعة جدا اللي قدناها فبتكلم فيه ماتشات مش عشان كسبتها بس لا فيه ماتشات حتى وانت بتخسر انت بتأدي جيم رائع جدا حلو في التوفيق بقى وعدم التوفيق مهم لكن باتشيكو أجوب بقى السؤال باتشيكو مدرب صعب جدا لان دايما طول الوقت باتشيكو واقعي ودايما طول اقتا بيدفع كويس إلى قم اع siamoكوالت كبير يعني بتشيكو المدربين انه دايما يدافع كويس هو غير فرقة معي وبلاعب بقى فرقة كبيرة بقى فرقة صغيرة يعرف فرقة متظورة الدفاعية سليمة أنا فدافع كويس وفرقة تحت الكرة والفرقة هؤلاء بشكل كويس وفرقة هؤلاء بتتغيط في مساح الضغط قليلة حلو وعلي ماهر دايما طول الوقت تهجمت كويس يعني علي ماهر دائما طول الوقت ممكن يسرقك في أي وقت لأنه دائماً طول الوقت عنده حلول هجومية مختلفة وخبالك طبعاً الكولر حد سولى حرج إنه دائماً طول الوقت التيم بتاعه عنده حلول مختلفة سواء السوابت أو سواء ما بين الخطوط أو سواء واحد ضد واحد فدائماً تحس إن الجيم صعب جيت مرهم مرس الكولر نجاحات مبهرة الموسم لديها خمس بطولات مع النادي بس إنت كمدرب بقى بتقراك مدرب وفي مدربين بيبقى التوفيق ماشي معهم وفي مدربين بيبقى عندهم لقطات حلوة إن شفت مرس الكولر المدرب كبير في مقا طبعاً مدرب كبير وصل للفرقة حالة مختلفة بمعنى إيه بص يا كريم أنا ممكن دوري أبطال أفريقيا تكسبوا ماشي حاجة كبيرة أو حاجة عظيمة جداً لكن دائماً تحكم على المدرب جوه الدوري جوه الدوري لأن محطات كتير قوي وبعدين محطات كتير على مسافة كبيرة فهل أنت محضر التيم بتاعك على المسافة دي كلها إنك تعد عشر شهور تيمك في أحسن حال فإنك تحضر فرقتك دائماً طول الوقت إن فرقتك بتأدي طول الوقت بصورة كويسة هنا العبقرية هنا في الدوري أنا دائماً بقول التيم الكبير اللي بيعرف لي أخذ دوري دوري أبطال أفريقيا زي ما بقول لك ممكن طبعاً البطولة كبيرة أو طولة عظيمة لكن ممكن تجيلي في حالات أنا كون في أحسن حال أو ممكن تجيلي في حالات أنا كونتش في حالات كويسة فبخسر واخبالك لكن الدوري أنا دايماً طول الوقت عندي محطات بفترات متبعدة بفرق بتشوفني كل يوم فرق بتلعبني على طول فرق حفظاني كويس فرق شايفاني بصورة كويسة فرق محللاني بصورة كويسة وبتكسبها برضو فده دايماً أنا بقول دايماً التطور يعني أو قيمة المدارف الدوري وسوريو بقى مدارب الزمالك عجبني جداً ايوة في حاجة بيعملها واخبالك مقتنع بيها شكل اللعب مختلف دخول ابو الفتوح في نص ملعب ويطلع عليه بشكل مختلف ويفضي مكانه عشان حتم سكر اشتغل فيه بصورة كويسة بيدافع بشكل مش احسن حاجة لكن هو عنده حاجة مؤمن بيها ومقتنع بيها وانا شاف ان اداء الزمالك هتطور معه بصورة كبيرة جداً لو بس هدين عليه شوية طيب عايزة اسألك سؤال خيالي كده لطيف يعني كان تعمل مصطفى المدرب الكبير ايخلاص اين بي معروف انه فريق مش بشكل كويس الموسم الماضي طموحه ممكن اتصور يعني يوصل مربع زهبي سواء الموسم اللي جاي او الموسم اللي بعد او حتى يفضل في نفس المركز اللي وصل له دوت بس لو انت بقى معاك فرقة هتختل لي منه 11 لعب مش الفرقة كلها 11 لعب انا اقولك احنا عايزين كده مع بعض انا نلعب لعبة كده اختل لي 11 لعب تقول ايه من غير اسمي دي انا داخل اكسب بيوم الدوري برضو برضو هاي عايز اقول نقطة مهمة جدا دايما احنا عندنا بتروح للعيبة لكن انا مش بتكلم في اللعبة بس ولا بتكلم في المدرب بس انا بتكلم في الحالة الحالة اللي ما بين اللعب والمدرب احنا مش احسن فرقة احنا امبي مش احسن فرقة بس احنا كسبنا فرقة كتير او احسن مني طبعا وخبلك مش عشان احنا احسن فرقة ولا احسن مدرب احنا عشان احسن حالة صح احنا عشان احسن حالة احنا عشان كوننا مصدقين عشان كوننا وقعين جدا أشي قنا نستعمل على قدنا كنا عارفين من دفع كيفية؟ وعارفين من نجم كيفية؟ كنا موفقين وربنا صحانه وتعالى جبلين للتوفيق طبعا وأنت بتكسب quelه بنك الأهلي وانت بتكسب الإتحاد وانت بتكسب المحلة وانت بتكسب الزمالك كل الفرق دي فيها أشياء ب assurance جدا ولكن LE semi وممكن ان تكون حسن مننا أيضا على مستوى الأفراد لكن إنت كريم دايما العبقرية هنا مش في اسم العيب تعمل فريق اسمه فريق تعمل فريق فهم قصدي الحالة دايما عشان كده تاني هارجع اقولك الاختيارات اللعيب اللعيب الكويس مش في المطلق يا جماعة اللعيب الكويس اللي فريقتك محتاجه ده اللعيب الكويس أنا ممكن احتاج لعيب واحد بس ده أنا عرضت عليك كريم رمزي كريم لعيب كبير بس أنا عندي مكان ومش عايزه مش معنى كده ان أنا رائف كريم ان هو لعيب وحش واخد بالك انا ساعدتك الناس تكلمني اه كابتن انا عايز اعرض عليك فلان اقولهم والله اللعظم اللعيب كبير جدا بس أنا عندي مكانه اعمل بايه واخد بالك بس لعيب كبير جدا يعني انت بتقول عليه لعيب كبير يا كابتن ومش عايزه يا جماعة عندي مكانه ممكن اجيب لعيب اقل منه في الكواليتي 50% لكن معنديش مكانه يبقى بسبب لعيب كويس فهمت اصدق ده اللي احتياج ده اللي احتياج كان يقولك دايما انه في حاجة يسموها في العالم كله يعني انه ازاي اوصل الكيميس او الكيميا بالفريق انه مش شرط يكون اللعيبة كلها صفة اول او كلها لعيبة خبرات انا عايز خبرات والناشئين ولعيبة عايزة ولعيبة حريفة ولعيبة مش حريفة يعني فيها تفاصيل تكوين الفريق ايه تكوين الفريق مهم جدا واحتياجاتك صح فانا بقول كريم رمزي لعيب كبير صح لكن ممكن ناخد تامر مصطفى اللي اقل منه اقل منه بس انا ما عنديش مكان فبالنسبة لي بقى افيد من كريم في امتاص دي في هذه النقطة طيب هسألك السؤال بصيغة تانية مين اكتر 11 لعب عجبوك الموسم دوت بين حراسة المرمو يعني عجبوك من بره وخليها عشان ما حطكش في حرك من بره امش يعني او اعتبار ان امي كله عجبك من بره امي مين اكتر 11 لعب عجبوك انا انا عدى بصعود حراسة المرمو محام 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 مح بأتكلم في زيزو طبعاً العيب كبير والعيب مختلف مصطفى فاتحي أدى بصورة كويسة بأتكلم في الشحات أدى بصورة كبيرة جداً بصورة رائعة جداً الجزيري في كاسترايكر وأنا شايف إن كهرباء وشريف برضو أدوا بصورة كويسة في حمد زاكي في أسوان عايز بقى في مجموعة لعيبة كده محتاجين أن أبص عليها شوية مبلوله كمان عمل موسيقى مبلوله أدى بصورة كويسة بصورة رائعة جداً بلاتي توريه في بيررمينز أنا مش عايز بس سلسل وفي لعب أنا متصوره معاك يعني متصوره لو بتدرب معاك هو بتكبيل أفهم بي طبعاً يعني حمد فاتحي أه طبعاً يعني متصور اللعب ده بس أنت هتبقى بسوط هو بلعب معاك حمد فاتحي يا كبير شغل تكتك يا أبكاري طبعاً طبعاً و بعدين أنا عجبني كمان في حمد أنه أنه لعب مدرب حمد ده لعب مدرب يعني مش لعبه خلاص و بعدين تحس أنه قائد في الملعب صوته هادي جداً و نفسه هادي جداً و راجل مركز في شغله بيلعب فوق دايماً تحت السترايكر بوكس تو بوكس نموزاجي بيقدر يكمل بسرعة بيعرف يجيب جول بيلعب بدماغه كويس لا حمد لعب كبير طبعاً بالمناسبة إمام عشور يقود حمد فاتحي في لعب شمع بعض؟ إمام لعب كبير ترجع على شخصية إمام بقى هو عايزين يعني دي بس اللي أنا بقى نفسه يعني إمامي بقى مركز بس في شغله عشان أنت كنت لسه بتقول لي ما فيش من خمس دائر ما أنا لسه بقول الشخصية مهم جداً إمامي بقى فاهم إن إمامي عليك حملة كبير جداً إن إنت عاجم السؤولية كبيرة جداً إن إنت تقدر تعمل نفسك تاريخ كبير يعني زيما عملت تاريخ كبير في نادي الزمالك تقدر تعمل تاريخ تاني قلت بعد مبارات الزمالك إن إمامي هيبقى موجود في المركز الثالث دي حيئة تقدر تقول لي إمامي هيبقى موجود في المركز الكامل موسم الجاي؟ موسم الجاي مختلف شوية موسم الجاي إحنا عندنا شوية ظروف شوية طبعاً لعبها كثير مشيت على حسب العب اللتي تيجي على حسب الحالة اللي أنا بقى فيها على حسب الفرقة داخل بشكل عامل إزاي لكن أنا شاف إن إحنا نقدر نبنى على المركز ده إن إن شاء الله إن شاء الله يعني نقدر نعمل كورة كويسة الأول ونقدر نعمل نتائج إن شاء الله تساعدنا إن إحنا نروح لمركز كويس كابتل تامين تشرفت ونورت الحوار معك كان ممتع جداً أنا مبسوط وبش عارف حس إنه يعني دايماً بكسب الرهان عليك يعني دايماً بقى ودأ أقول للناس أنا بحب الكابتل المصري عظيم يعني ودايماً موفق يا رب والله العظيم أنا شرف كبير لأن أنا أعد معك وأنا بحبك جداً وبحترمك جداً وأخدارك جداً باستفاد منك كتير يعني دا فوق راسي يا شكراً جزيك بالخير يا كابتل تامين جزيلاً لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل صديق العزيز محمد جمال مع حاجة مهمة جداً عن مباراة الزمالك والنصر غدا إن شاء الله خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني فيها زي الفقرة صديقنا المميز دوماً محمد جمال معا كلام مهم جداً جداً تحديداً عن مباراة الزمالك والنصر غداً في البطولة العربية أجيب نور الدنيا أخبارك إيه؟ مبسوط إنه وجود معك العادة كله حلو كله حلو نتكلم بحاجة كتير النهاردة طبعاً بس أبرزهم طبعاً المباراة الكبيرة اللي هتاج مع الزمالك بكرة مع فريق النصر السعودي مواجهة حاسمة للزمالك للسعود للدور القادم في المطولة العربية شايف المباراة دي إزاي؟ شايف الزمالك هتشتغل إزاي؟ شايف النصر كمان إزاي الزمالك يعرف يتعامل معه؟ خلينا أبدأ لك من مباراة الشباب والانتقادات الكبيرة اللي كانت على أثوري سبحان الله نحن كنا نتكلم من أثوري راجل إلى حد بعيد جداً غير واقعي راجل في أوقات كتير بيندفع هجومياً عنده مشكلة في التزام التكتيكي والأدوار اللي بتحط في وسط الملاب الراجل لما غير ده قال أداء كان متوازن والناس لازم تحط في الاعتبار فيه فرق كواليتي كبير جداً ما بين الزمالك والشباب فرق كواليتي كبير جداً ما بين الزمالك والنصر السعودي ده لا يقلل أبداً من الزمالك لكن هم نتكلم على حالة نتكلم على كواليتي لعبين موجودين نتكلم على أسماء كبيرة جداً موجودة تحديداً في النصر رما نروح لمباراة النصر ففي مباراة الشباب الراجل عمل اللي احنا كنا بنطالبه به إلعب بلعيب هولدر في وسط الملعب أو بتنين في وسط الملعب علشان تقدر تقلل من الجاب بتاع الفورق تعمل الكثافة العددية في وسط الملعب فتحسن من الارتداد بتاعك آه ده أثر شوية زي ما أنت كنت بتقول ليلة مباراة الشباب يا كريم على أنه ده أثر شوية على الجزء الهجومي ما طبيعي يأثر على الجزء الهجومي لأنه أنا تاني لما أدخل مباراة لما حبي يندفع وهقارلك ما بين الشكل اللي لعب به أمام النادي الأهلي في الدور المباراة الأخيرة اللي كان فيها كتساح للنادي الأهلي كان فيه تحسن في الشوت الثاني نوعا ما لما لعب بولدر واحد في وسط الملعب لكن هو لما لعب باتنين بدونجا وعمر السيسي في وسط الملعب ما بتكلمش هنا على أكوالة يجدونجا وعمر السيسي ولا بتكلم على الإيجادة بتكلم على الكثافة العددية والقدرة على أداء واجبات معينة دي مراكزهم فهم قادرين على تنفيذ الواجبات دي فده اللي عمله أسوري في مباراة الشباب المفروض يعمله بشكل أكبر حتى لو كانت الناس بتنتقد ده يعمله بشكل أكبر أمام النصر الفوارق كبيرة جدا جدا أمور صعبة جدا الزمالك مقدموش حلول غير المكسب الزمالك محتاج يكسب النصر النصر حتى هذه اللحظة خلي بالك ونقطع الناس تحطهما بين خسين فرق الدوري السعودي بالكامل دهوقتي لسه في الـ زمالك والأهلي وكل فرق المصرية مفنشها السيزن فالمفروض أنت في أحسن حال الفرق السعودية لسه بتقول بسم الله لسه بتقيم في الـ على بداية الدوري السعودي النصر يعتبر هو الوحيد اللي أكمل خلاص تعاقداته بعكس الشباب خلي بالك وده صعبت المباراة الشباب كان عنده أربع محترفين آه منهم محترف كان منضم أوليها بتلاتة يام كويلار في وسط الملعب يعني بتكلم على تلات لعيبة بس أجانب هما اللي كانوا موجودين في الفرق الحارس وبتكلم على إياجو سانتوس في الشباب وكويلار وانت بتتكلم على بنيجا بلعب جنبه لعبي الخبرة وكابتن الفرق عنده تلسكا اتنين لعيبة موجودين من السيزن اللي فات فمش أتكلم حتى في انسجام ولكن عندهم لعيب عندهم لسه اتنين لعيبة جداد بقى مش محتاجين كوفوفانا وبروزوبيتش في وسط الملعب بتتكلم على وسط ملعب مرعب غير دول كمان في اللعيبة السعوديين نفسهم هقولك ايه نقاط قوة ضعف لما نتكلم لكن عندهم عبدالله غريب لعيب ممتاز أفضل جناح سعودي وأفضل موايبة صعدة في السعودية في آخر سنتين تلاتة الجناح الأيصر اللي عمل أسست الهدف الأول لتاليسكا في مباراة المنستير فانت بتتكلم على مش بس اللاعبين الأجانب ومعندهم ست سبع أجانب ده غير صعدة يومانية اللي في الغالب نشيلحة المباراة يعني لكن بنتكلم على زخم من اللاعبين وعدد من اللاعبين لقى الفوارق كبيرة اللي عمله أسوريو أمام الشباب هو كان الصح ولازم يلتزم به مع بعض التعديلات الفنية المتعلقة بعد العديد بسيت إن أسوريو في مباراة الشباب هي الأزمة الدائمة عندنا في الكرة المصرية لو هتدافع كويس ما بتعرفش نعمل تحولات هجومية كويسة فهو دافع كويس بس تحولات هجومية للزمالك في الشوت الأول تحديدة كانت ضعيفة جدا وبدأ يعمل تحولات أو بدأ ياخد المخاطرة بعد ما تسجل فيه هدف وهيفضل عنده نفس المشكلة عنده المشكلة هيفضل عنده نفس المشكلة إنها مرتبطة بحكتين مرتبطة بقناعاته ببعض اللاعبين ومرتبطة بالقواليتي اللي موجود عنده بالفريق يا ما ينفعش إن أنا أحط شكبالا وعنده 37 سنة وأطلبه إن هو يلعب 90 دقيقة وغير 90 دقيقة وأطلبه إن هو اللي يعمل التحولات والترانزيشن فمش قادر يعملها طب ما تيجي نشرح يالله بي يالله بي ما تيجي نشوف يالله تيجي نشوف يالله بي بسكري ده التشكيل اللي المفترض إنه الراجل هيلعب بي الراجل لازم لازم علشان الكرات الرأسية اللي سجل منها النصر هدفين حتى الآن في البطولة لازم يعتمد على حسام عبد المجيد حتى لو كان فيه فرق في الصراعات كده كده بفرق في الصراعات ما بالرونالدو وتاليسكا وأي حد في الخط الدفاع بتاع النين زماريك فعلي أقل أخذ واحدة من الاتنين إن يبقى عندي ميزة في الكرات الهوائية أو الكرات العالية لازم يبقى عندي حسام عبد المجيد موجود في التشكيلة اللي ما بدأش بالمناسبة ومبراط الشباب ونزر من على البنش في الصوت التاني وجنبه محمد عبد الغني حمزة المسلوسي لازم يطلع من القلب يروح ناحية اليمين لإن أخطر جبهة الجبهة الشمال اللي فيها أليكس تليس بتاع بتاع النونيت بما أنك مشجعين النونيتد يعني أليكس تليس ما عملش حاجة يعني فمش ما يفرقش معي بحاجة يعني جيه عشان يعوضنا لوك شو إلا هو عمل حاجة فهو جالك جالك بقى في الناصر السودي فأليكس تليس والموهبة غريب اللي بيلعب ناحية الشمال فلازم اللي حلميني بقى فيها لعيب عنده قدرات دفاعية جيدة اللي هو حمزة المسلوسي فلازم حمزة يطلع من القلب يطلع على الطرف حسام عبد المجيد موجود هو بقى خياراته يقع بحين حسام عبد المجيد وينزل الزناري أو يعتمد على محمد عبد الغني جنبي حسام عبد المجيد ده خياره مش تفرق كتير يعني وناحية الشمال هيعتمد على حاتم سكر وين كنت وفضل انه رجع فتوح هو شايف ان فتوح بالنسباله بيعمله نقلة في وسط الملعب ولكن انا معاجد دانيولاج فتوح لو فضل معتمد على الثنائية في وسط الملعب بتاعت السنائي دونجا وجامبو روقة او دونجا وجامبو عمر السيسي ايا كان يعتمد على اتنين هولدر في وسط الملعب انت بتقابل خط وسط مرعب بتلعب على بروسوبيتش و سيكوفوفانا اتنين من افضل لعيب ووسط الملعب في العالم مش بتكلم على ان هما اتنين افضل لعيب ووسط الملعب في البطولة ولا في الدوري السعولي اتنين من افضل لعيب ووسط الملعب في العالم سواء بروسوبيتش او سيكوفوفانا فانت محتاج علق الاتنين لعيبة لو انت هتلعب بالاتنين اوكي ما عنديش مشكلة يلعب حاتم سكر ويلعب فتوح هو اللي يلعب لعيب الثالث وسط الملعب يبقى أنا عندي عمر السيسي أوروقة دونجا ومعاهم اللعيب الثالث يكون فتوح حوقفك أنا بس بحق لو فتوح على الشمال ولعبت مع دونجا وعمر السيسي مثلاً يعني عمر جابر حسب أنت عايش تشتغل على عايش تشتغل على الترانزيشنز يبقى لازم اللعيب هنا عشان لما جيلك لخط الأمام لأنه هو الفرق اللي بتلعب كومباكت عايش تلعب كومباكت تشتغل على التحولات فهي القصة كلها مرتبطة ببعض مين هيلعب فين ولو لعب دا يبقى لازم لها تبديلها تاني أنا متفاهم أحياناً جمالة زمالك تنتقد أمر جابر أحياناً بيبقى فيه بعض التحفظات على أمر جابر بس أنا أمر جابر في مباراة زي دا عمر خبرات كبيرة جداً مع منطقة مصر أو حتى في الاحتراف أو أمر جابر يعني أنا هحتاج لعيب زي دا مع كامل الاحترام مثلاً لعمر السيسي مع كامل الاحترام لروقة بس الاتنين دول تحديداً عمر السيسي وروقة ما فيش خبرات خالص في الليبل دا متفق معاك جداً بشرط إن فتوح هو اللي بقى هنا يعني بقاش رابع في وسط الملعة بشتحيل ولا يبقى تالت في وسط الملعة يعني اتنين هولدرز دول يا كريم إكباري الاتنين هولدرز اتنين بقدرات دفاعية أكتر من عمر جابر ووركريت أعلى من عمر جابر دول إكباري سواء اعتمد على روقة دونجا السيسي لازم اتنين من الثلاثة مجدوم في الملعة والتالت يبقى عمر جابر يعمل شوية تحولات لو التالت عمر جابر يبقى يلعب هنا ناحية اليمين علشان جابها الخطيرة جداً الشمال دي فيلعب هنا عمر جابر وهنا يبقى فتوح لكن لو فتوح هو اللي موجود هنا لا ما نعرفش عمر جابر جابر الوركريت أبقى في قزمة كبيرة جداً يبقى متفق جداً لو فتوح هو اللي يجي ناحية الشمال خط الأمامي وهنا النقطة الخلافية الدائمة ما بين جزء من جمهوري زمريكا ما بين أنا شخصية مع أسوريو أنت بتتكلم هنا على الجزيري ما عندك شغيره بتلعب بيه لكن الجزيري ده متأثر باللعب اللي بيلعب هنا لما بيلعب هنا سيد نمار بيلعب هنا سيد نمار لعيب صغير الوركريت بتاعه أعلى السرعات عنده أعلى حتى الدريبلينج عنده جيد لعب أول مباراة نزل كبديد وسجل هدفين في المنستير فالراجل قده بشكل كويس فجأة لأنه مش في التشكيل الأساسي بتاع المباراة الماضية أمام الشباب مين اللي مكانه؟ مين اللي مكانه؟ شيكبالا شيكبالا عنده أزمة في الوركريت عنده أزمة في البدني عنده أزمة وي الراجل بنزله علشان الحل لأنه ممكن يعمل لك لقطة مضيئة في المباراة لكن أنا بلعب مباراة بالحجم ده أنا مش هبقى مستني لقطة مضيئة أنا عايز أدوار تتعمل على أكمل وجه خاصة أدوار البدنية ومعدلات السرعات والجاري والمساحات المقطوعة قبل ما أفكر في اللقطة لأنه ممكن اللقطة ما جديش أصلا لو شيكبالا لعب المباراة دي هيبقى في مشكلة هيبقى في مشكلة لأن أنا شيكبالا ما بيقدرش يوصل هنا بالمعدل المطلوب عشان تقولت كده قلتني سألتني سؤال قلتني هو عنده مشكلة في الترانزيشن ليه؟ أول ما بيقطع الكرة هنا ليه عنده مشكلة في الترانزيشن؟ علشان ده مش قادر يوصل للإندلاين مين اللي بيطلع هنا؟ سيف لوحدة وبيطلع هنا ده مش دور سيف إنه يطلع هنا يعني دور سيف إنه لما يعمل يعملوا هنا في العمس أو لو حتى لو هيطلع هنا لازم حد السرعات بسرعة جدا حد مين هيكمل معاه؟ سيد نمار في المباراة المنستير كان بيعرف يقطع ويدخل هنا فكان بيعمل السويتش بشكل جيد شيكبالا عمان با بيوصل للمواطئة دي ويكونوا الكرة قطعت بالزمالك أصلا فانا محتاجي سيف الجزيرة هو لما يطلع هنا يكون معاه سيد نمار وطبعا زيزو طيب ايه؟ احنا عمليين بنتكلم بقى في النوق الزمالك يلعب ازاي؟ طب تعال نبص على النصر هنديك تقول النصر عنده لقات ضعف ايوه هتلاقي الأمور الأمور ايه بتقل؟ بتقل نقات ضعف كتير اه كريستانو بسا المنتهي كريستانو تاليسكا روزوبيتش سيكوفوفانا لكن انت تعال بوص على نقاط الضعف اللي موجودة اعنا بلتاري يا طبعا لحد يمسك الكامل يقول لك لا حدا بلوك يسوهم لا اقول لك أنا خط الظهر بتاع فرقة النصر من الموسم الماضي لم يتغير بتتكلم على علي العجامي وعبدالله ماضو الاثنين السنائي جيدين ماضو لعب دولي قبل كلا مع المنتخب السعودي لكن معدلات السرعات فيها مشكلة العودة لأماكن التمركز فيها مشكلة وركز معايا على العودة لأماكن التمركز دي فيها مشكلة لأن ده اللي احنا هو ده البلان اللي الراجل فيه تشتغل عليها وسوريو كرة دايما مع النصر ودايما النصر هو اللي ضغطك أولا لا تغامر بتبطيق بعض الأفكار بتاعت تستحوز وجري مفيش الكلام ده خالص مباراة زيدي خالص لأنك هتغامر بربع مساحة اللي بتسيبهم في المباراة العادية المباراة خلصت أول ربع ساعة والموضوع هيبق بعيد جدا طيب خالد الغنام دي الجابها اليمين بتاعت النصر الجابها اليمين بتاعت النصر فيها مشكلة دايما وراء السلطان الغنام أدي واحد اتنين الاتنين اللعابة اللي بيلعبوا في القلب عشان كل قطرة كان عايز الجزيري هنا يبقى دايما في العمق البرتريشن بتاعه في العمق سواء عبدالله موضو أو العجامي لتنين بطاق في العودة لأماكن التمركز تاني يعني الكرة لما بيطال عين وكرة بتتقطع من النصر وتعامل علامة الترانزيشن بسرعة بيعيد قوي عن منطقة التمنتاشر فعبل ما بيرجعوا المنطقة الأماكن التمركز بيرجعوا غلط وببطء طبعا أنا بتكلم هنا على أمور نسبية بتكلمش على انه دول مدافعين ضعاف لكن بتكلم ايه العيوب ايه المشاكل اللي موجودة أليكس تليس أليكس تليس بيطلع آه لكن بيرتد بسرعة جدا فالناحية اللي يمين شبه هتكون معطالة عند الزمانك عشان يقفل الجبهة بتاعت أليكس تليس وغريب واللي أحيانا كمان هتلاقيه رونالدو بيطلع هنا لما بيدخل لما بيدخل هنا بتكلم هنا ده رونالدو وده تاليسكا او الاتنين دايما بيلعبوا كده اتنين فوق بعض رونالدو جوه وتاليسكا هو اللعاب الحر اللي بتحرك هنا لما بيدخل تاليسكا انسايد أحيانا رونالدو بيطلع نحية دي فهيبقى فيه ضغط كبير عجبها اللي من بتاعت الزمالك فالمفتاح عند الزمالك هو زيزو من ناحية الشمال سيف الجزيري قدام الانطلاقات بتاعت فتوح لو هو اللي لعب ناحية الشمال وعندي تلاتة في وسط المالب عشان اللعيب يقدر يقفل عليه هنا ناحية الشمال لما يطلع فتوح ولو لعب حاتم ولعب فتوح الناحية اللي هتبقى اللينكب ما بين فتوح وما بين زيزو هو ده اللي يقدر يحرك الزمالك ويعملوا عملية الترانزيشن لان انت لما تيجي تعمل عملية التحولة كريمة بمنتقى البساطة عشان تقتب بكفاءة يهي اللي يحصل ربط ما بين خطوط الملعب فيه لعب بيعرف يربط ما بين الخطوط فانا هنا قد يلجأ لفتوح او يلجأ لعمر جابر لو فتوحه للعب الناحية عشان يقدر يعمل له عملية الربطة من خط الدفاع وخط الوسط ويقدر ينقله طيب ده جزء الجزء التاني انا بعد ما باخد الكورة وبعمل بيها الران خمسة متر ستة متر عايز اعمل الباس في المساحة طب الباس في المساحة عندي العيب مميز جدا في الانطراقات دريبلينج بتاعه ممتازة قدر اشتغل عليه هو زيزو عندي الجزيرة اللي لازم انطراقاته ممتازة لكن انطراقاته ممتازة كانت اجبارية في مكان غلط كان بيتحرك دايما ناحية اليمين اللي المفروض بيلي يتحرك فيها شكبال شكبال مش قادر يعمل لو سيد عبدالله نمار موجود فسيف الدين جزء يقدر يعمل ده بشكل جيد يعني حتى لو ما بيطلع الجزيرة بيطلع هنا على الرايت بيقدر سيد نمار يعمل ويدخل ودي المنطقتين اللي سجل منهم قدام المنستير من عمق الملعب او لو جزيرة دايما لو دخل في العمق يقدر سيد نمار يروح في المكان اللي هو يلاعب فيه سنة اللي فاتت كوينج باك ناحية اليمين مع فريرة يقدر ينطلق كجناح يمين صح فهل النصر عنده اه النصر عنده مشاكل موجود عنده مشاكل كتير في خط الظهر مش مشاكل قليلة حتى أليكس تريس أحيانا بقى فيه مشاكل وراه فخط ظهر النصر هو أضعف خطوطه والحارس أضعف خطوطه لكن لكن هل هو هو يوصلك لده أصلا هل انت تقدر تعمل الترانزيشن ده مش شكل الناجح ده صح لكن انا شايف انه الأمور متاحة لو التزم الراجل على قلل الفورق مش تبقى كبيرة يعني حتى لو فيه فورق في الفورق ومباراة بتلعب تفاصيل بالمناسبة ومباراة الشباب بغض نظر على رأينا في فراكلة الجزاء إذا كانت صحيحة ولا مش صحيحة لكن مباراة الشباب الفروف هي كانت تقولها جدا لأنه بس تاني هفرق الشباب في حالة والنصر في حالة النصر شي بيكمل المحترفين بتوعه منهم تلاتة أربعة موجودين مستنى اللي فاتت ففهمين بعض ولما جاب اتنين جاب اتنين لعبوا معاها مباراة الاولانية في المعسكر الاعدادي بروزوبيتش وفوفانا ثلاثين موجودين معاها بدأ يخشوا جالف غير الشباب خالص حلو احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل بقى بعد ما خلصنا الزمالك والنصر جيم هيتكلم في حاجة مهمة جدا على ضوء الصفقات اللي جابها النادي الاهلي على ضوء الصفقات اللي جابها بيرامينز والصفقات اللي ممكن يجابها الاهلي التشكيلة المثالية سواء للاهلي او بيرامينز ده هنعرفه من محمد جمال بعض الفاصل خليكم معنا يا لبى حضراتكم مرة اقل زي ما قطركم قبل الفاصل الاهلي او بيرامينز هم اكتر ناديين يعني عندهم حركة في الصفقات الصفقات الكبيرة النهاردة هنتكلم على الاهلي او بيرامينز تحديدا مش هنتكلم على الزمالك اللي لسه ما دخش سوء الانتقالات ولسه ما تعاقدش مع لعابين جدد لما يحصل ده نتحدث عن الزمالك ولكن ماذا عن الاهلي و بيرامينز ايه التشكيلة المتوقعة للاهلي والتشكيلة المتوقعة للبيرامينز بعد الصفقات الجديدة وبعد الصفقات المتوقعة ده اللي هيقوله محمد جمال دلوقتي يا جيمي حبيبك نقول ايه اه هنتكلم على التشكيلتين المتوقعين ميش نبدأ بالان في الزل الصفقات اللي هي اعلنت او قريبة جدا من الاعلان حلو او حتى قريبة من الفريق من الاهلي او بيرامينز تحديدا إلا أنا شايف أن هم حتى هذه اللحظة وإنت قلت السبب في المقدمة فرقة الزمالك شوية بعيد في الانتقالات الحالية مش شوية بعيد هو لسه بعيد بعيد حتى اللحظة وفالأهلي وبراملز همون فرصائي الروهان سواء بالتكلم عنهم في دوري أبطال أفريقيا أو حتى في الدوري فخلينا نشوف الأول ممكن أن أعسف والله أنا عجبني قوي 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 كمان الحركة بتاعة البنك الأهلي في الصفاقات قوي جدا وسريع جدا وبيشتري لعيبة تبدو أنها مهمة بس أنا متخوف شوية من اللي حصل لأن البنك الأهلي جاب صفاقات قوية الموسم اللي فات ودخول الموسم كان سائق جدا وإنهاء الموسم كان سائق جدا يا أدوبك لحقه في الأواخر مع بابا فاسيلو لكن أنا شايف أن بابا فاسيلو يوم داريب كويس وابتروا يحفظوا طريقته مع بعض التدعمات خاصة أنه طلب أيمن أشرف في خط الدفاع تحديدا طلبه بالإسم مش عشان هو العيب كبير متاح في سوق الانتقال يرجع لي الأهلي الأهلي يا كريم حتى هذه اللحظة أعلى الرسمية عن صفقتي عن إمام عشور وأنا حابب أثني على تدعمات النادي الأهلي يا كريم مش بسبب أنه النادي الأهلي ماشي بشكل جيد لا خالص إنه تدعمهم أحر أقول إدي ماشي ماشي أثني قبل ما نخش على التشكيل أثني على تدعمات النادي الأهلي إنها تدعمات نوعية مش بالكم الأهلي عمل صفقتي الاتنين وفي الأغلب الأعام هجيب صفقة ثالثة ويقفل بالإهلي مش هجيب صفقات كتير أو ممكن الرابعة الرابعة هتبقى لعيب عائد أو لعيب تحت السن أو لعيب عائد نحن بنقولي التالثة هتبقى مهاجم الرابعة جالباً تبقى صغير أيسر معامل الرابعة يعني الله ينقر عليك فأنت بتتكلم إنه تدعمات كلها نوعية في أماكن احتياج أنا مش بعمل صفقاته وخلاص مش بعمل صفقاته وخلاص فأنا حابب قلتك على ده بنحط تانية ببيرامدز نفس الكلام خليل نروح للأول هاتي التشكيل على طول واقول لك التشكيل ده إحنا شرحنا التشكيل عشان ما نعودش نشرح تاني من حلقتين ثلاثة فاتوا إحنا هقول لك التشكيل ده ليه؟ لو أن نستعرض تشكيل النادي وعشان زي ما قلت لك وتجمل اللي بقى لك الشهيرة جداً الوقت يضاهمنا طب يلا الوقت يضاهمنا يلا تشكيل النادي محمد شناو طبعاً في حراس المرمى محمد هاني زهير أيمام محمد عبد منام ياسر إبراهيم علي معلول خط دفاع بحرس مرمى ولا أي تغيير عن الموسم الماضي مروان عطيها صفقة جديدة المهمة جداً في تشكيل النادي الأهلي إمام عشور ريدا سليم على الجناح الأيمام يعني يا بس التغييرة ممكن إمام يطلع شوية بس يعني مش هيبقى بالزبط زي الرسم اللي هو مروان هيبقى ستة أمام قدام شوية قدام إمامه بيرسيتاو قدامه إمام بأدوار دفاعية شوية بيرسيتاو أدوار هجومية طبعاً ناحية ريدا سليم سوزا وما بين قسين أو مهاجم أفريقي عشان بس القصة دي نبقى نتكلم علىها تفصيلين بعدين سوزا أو مهاجم أفريقي لأنه حتى هذه اللحظة الرجل لسه منتظر سوزا ماشي وإحسان الشحات طبعاً ناحية الشمال دي التشكيلة الأساسية وأقولك كمان يا كريم البودلاء المتوقعين من وجهة نظري تكلمتني على سوزا دي أنه في مهاجم أفريقي تكلمتني إمبارها في حالة إمبارها فكر الناس اللي أنت قلتهم إمبارها طيب إحنا تكلمنا على أنه سوزا الراجل منتظر الراجل متمسك ببشدة ذات الأهلي مش أقول مش مقتنع بسوزا لكن شايف أنه خلاص نموف أون لبدال تانية كولر متمسك بالأمل حتى لو عشرة في المائة منتظر رد الراجل سوزا عقده خلاص 7-8 شهور وينتهي بيدغط على الإدارة هناك المدرب بتريسك هو الماسك فيه قوي يعني ومش يقول أنا ما عنديش حد بديله حد يقدر يشتغل مكانه وأنا مقتنع به تماما أنه هو مهاجم الفرقة من ناحية التانية الأهلي لا ماشي زي ما هو فيه اتنين مهاجمين الاتنين بيلعبوا في أوروبا وفيه مهاجم تالت كان موجود في الترشيحات وخرج ورجع تاني موجود بيلعف أحد الدوريات العربية دول اللي موجودين على طاولة الراجل بالمناسبة الراجل أقعد تلاتة صح ورتبه الراجل أقعد تلاتة صح ورتبه لكن هم لازالوا منتظرين دكة الأهلي موجود نظري شوبير ربيعة ديانج أفشا السولية عبدالقادر كهربا شريف أكرم توفيق أقولهم تاني لأن في الآخر هسأل الناس بقى هسأل الناس سؤال وناس تبقى الجاوب شوبير ربيعة ديانج أفشا السولية عبدالقادر كهربا محمد شريف أكرم توفيق دول دي دكة بودلاء النادي الاهلي احنا قلنا تشكيلة الاساسية بدكة البودلاء فبنتكلم على عشرية لعيب متوقعين يبقى هم اللي موجودين فيه السبوت بتاع اللاعب مع مارسل كولور الموسم اللي جاي نتكلم على بيرامدز وبعدين الناس تبقى تحاول وهم ايه يركزوا معنا كده في الاسماء علشان يحاولوا يفكروا انهي تشكيلة يبقى عندها الابر هاند من الناحية النظرية طبعا كل ده كلام نظري كل ده لسه نستنى الموسم اللاعب مهمة جدا في النادي الاهلي كريم فؤد طبعا وكريستو طبعا انا بكلم قلت عشرين وفيه لعيبة تانية في اتنين تلاتة اربعة خمسة كمان هاي يلا طيب يلا يلا اعجبني اقول سرعة في الاداقة بنحاول اعمل ايه احمد شناوي طبعا في راسة المارمى محمد شيبي زاير ايمن اسامة جلال علي جابر محمد حمدي نفس الشكل بتاع النادي الاهلي لو تاخد بالك من عملية البناء بتاع الفريق كريم فيه اختلاف في العدد لكن هنا بتتكلم على حارس مارمى بخط الدفاع نفسه بتاع الوسم اللي انتهى خمس لعبين هم الخمس لعبين اتنين لعبين اتنين لعبين في وسط الملعب اعتمد على مهند لشين نفس القصة بتاعت ماروان عطيه مهند لشين هو اللي ستة قدامه وليدي الكارتي ومحمد رضا بوبو اتنين لعبين تمانيات ناحية اليمين مصطفى فاتحي ناحية الشمال رمضان صبحي كمهاجم وحيد دي تشكيلة بتاع بيراميدز بنتكلم على كام صفقة موجودة في التشكيلة الاساسية بنتكلم على ثلاث لعبين اناك في النادي الاهلي بنتكلم على اتنين لعبين على الرغم ان في البودلاء بتاع بيراميدز احنا بنتكلم انه لسه عندنا بنتكلم في محمود مرعي بنتكلم في عبدالله السعيد ايوه يعني بتكلم في اسماء موجودة في فرق بتكلم في احمد توفيق بتتكلم في محمود صابر بتتكلم في ابراهيم عادل بتتكلم في شريف إكرامي فانت بتتكلم في عدد من اللاعبين فرقة تانية فرقة تانية يعني انت بتتكلم على البردلاء وهقولهم تاني للناس عشان يبقوا معنا دكت بيرامد شريف إكرامي أحمد سامي كريم حافظ أحمد توفيق عبدالله السعيد إسلام عيسى إبراهيم عادل محمود مرعي وبلاتي توري ليه حاطب بلاتي توري على البنش مش بره انه لسه عنده مشكلة لم تحل مع بيرامد فانا بتكلم على المتوقع فانا سؤالي أنا بقى اللي بسأل يعني أنا اللي بسأل الناس ده بعد إذنك يعني انه أنهي تشكيلة في القوام ده والقوام ده لسه في إضافة عليه يعني دول عشرين وعشرين بالإضافة للعناصر اللي بره الدكة الأساسي والبديل مين أنهي قوام في وجهة نظر الجمهور أنهي قوام فيهم أتقل من الناحية النظرية في ظل وجود كولر في ظل وجود باشيكو في ظل وجود استقرار شبه استقرار كبير في الفرقتين في ظل فريق حصلت كل شيء وفريق لم يحصد أي شيء بدوافع كبير أنا فضلي عشر سوائن يلا بينا أنت شايف أني واحدة شايف أنهم قريبين جداً لبعض لكن الاستقرار والخبرات واللي الرجليه ماشية في الماكسر الأهلي طبعاً يعدي بشوية النادي الأهلي لكن الأمور قريبة جداً 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 بين الاتنين المسلم الجاي في الدوري أو في بطولة أفضل جيمي شرفت ونورتك على عدد أنا بشكولك شكراً جزيلاً ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتم معنا أشوفكم يا رب على الألخير